السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس حسين القاضي لقاء رقم واحد من سلسلة اللقاءات بعنوان خالطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي بداية نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر المهندس عمر السديم والمهندس محمود معتز وجمال المنظمين والحضور في هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى لقاء سيدنا مونسى عليه السلام ربما يشرح لصدري ويسترلي أمري وحلو الأقدسة من لساني يفقه القوة بداية هنتكلم عن أجندة هذا اللقاء بتجتمل على ست نقاط أول نقطة فيهم هنستعرض ستاشر نقطة اللي أوردهم وتكلم عنهم هارلود كيرسنر وده من أكبر علماء العالم في إدارة المشروعات وده يعني بداية كانت طرقتي معايا وطلعي في التمانينات وكان كتابه يعني مثلا نقول حوالي دي مثلا ندخل سمية صفحة النهاردة من شاء الله كتابه عدل ألف رباية سمية صفحة يعني صارت ستاشر نقطة للوصول إلى النطج في إدارة المشروعات تبقى نطول هارلود كيرسنر من أكبر وأقدر 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 بأسئلة لإدارة المشروعات في العالم النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها اللي هي أهمية إدارة المشروعات والتفكير العالمي النمرة الثلاثة عندنا التعريف والخصائص والعناصر الأساسية لمدير للعناصر الأساسية المختلفة في إدارة المشروعات النقطة الرابعة اللي هي مراحل يعني المشروع ده بالضبط له دورت حياة زي الإنسان بالضبط يتولد ويكبر ويرجع تاني وينتهي في لحظة من اللحظات نمرة الخامسة هنتكلم على الشهادات الدولية اللي هم فيها أربع شهرات دولية للحصول على شهادة إدارة المشروعات هنتكلم على ثلاثة منهم اللي هم الـ PMP اللي هي أشارهم والـ Prince2 اللي هي الـ British وهنتكلم على الـ IPMA اللي هي شهادة دولية لإدارة المشروعات فيه طريقة رابعة بس أنا مش هتكلم عليها دلوقتي لان هي لسه أنا لسه يعني عايز أعرف أبعادها و هدخل في دقائقها الأول أبن أتكلم عليها إن شاء الله مستقبلا نبقى نشوف نتكلم عليها إزاي النقطة الـ 6ة في الأجندة هتكلم عن الـ Roadmap How to start the roadway عن 12 Project Manager يعني أنا دلوقتي أعمل إيه عشان أبتدي أدخل في الطريق إن أنا أبقى مدير مشروع دولي الحقيقة إحنا خلال حياتنا بنطبق قواعد أدارة المشروعات في كل حاجة في حياتنا وقصوصها بطريقة فطرية يعني ربنا خلق فينا فطرة الإدارة هنلاقي في طفولة الإنسان بيعمل أمور معينة بيعمل عايز حاجة معينة بيبتصرف إيه طلبها من أبوه أمه طفل صغير عايز ننزل من على السجير وخاف يقع يروح مصاقة شوية مخدات نسل ننزل عليها وحركة الطيور كأسراب الهجرة وغيرها في حياتنا برضو وحركة الحيوانات وهي مشى من بلد لبلد أو من قارة لقارة وإلى آخره عشان دي دي كل دي خبرات أو تالنت يعني ربنا حطوه في مخلوقات تلقى من الإنسان والحيوان وما يتبقى لنا هو ترجمة خبراتنا السابقة ومقارنتها بطرق العلمات الحديثة يعني أنا ربنا خليني تالنتد إن أنا أدير مشروعات اللي حاجب قالي إن أنا بعمل إيه بترجمة خبراتنا السابقة بتاعتي وقارنها بطرق العلمات الحديثة لقواعد الإدارة المشروعات لأدات المشروعات تطورت كثير جدا 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 في العشرين ساعة الأخرين ويعني فيه traditional project معارشة موجود وفيه حاجات جديدة كثير حنتكلم عليها برضو في وقتها فما يتبقى لنا هو ترجمة خبراتنا السابقة ومقارنة بطرق العلمات الحديثة على قواعد إدارة المشروعات وكذا نضع الأساس للتحسين المستمر لمقداراتنا وإمكانياتنا إدارية لو أنا اكتفت بإن أنا يبقى عندي talent أو الفطرة بتاعتنا في الإدارة لو اكتفت بها وهو خلاص خلاص حيبقها فعندي حكة معينة إنما لو أنا بدأت أن أطبع عليها القواعد العلمية الحديثة والتطور العلمي فاتطور وببقى أبصر إلى المراحل في السابق الحقيقة إحنا في اللقاء الأول اللقاء الأول هو هنتكلم عن الأربع النقات الأولين إن شاء الله إذا لقينا وقت حقيقة كان موضوع واحد يتكمل اخذ نوطة طويلة قوي اذا لقينا في وقت ولقينا ان فيه ان نقدر نكمل مع بعض هنعمل مع بعض اللي هو فيه ادارة الشهادات المختلفة طيب لو تكلمنا عن 16 نقطة بتاعة هارود كيرسنر النقطة الاولى ادبت دي 16 نقطة دول اللي بيقيسوا نضج اي انسان ان هو يصل ان هو يبقى مدير مشروع فاول حاجة ادوبشن ادوبت اي براجيك معاش ميثوديولوجي انجين سيد كونسيستان يعني انت بتعتمد منهجية ادارة المشروعات وتستخدمها بسنرار واتساب ودي الحقيقة مشكلة اللي بتقابل اغلب زملائنا وابنائنا اللي اتعليموا مثلا مثوديولوجي معينة يعني اللي اتعلم PMP واللي اتعلم Prince 2 جميلة جدا شعارات جميلة جدا ومعلوم جميلة جدا لكن في الواقع هو اذا اشتغل في مكان ما بيشتغلش هذي مثوديولوجي بيحس انه بقى مستفدش او او الاخره فيعني ايه يعني هنيئا للدرس والتصمر في نفسه وحط مصرف على نفسه وده حاجة جميلة جدا فايه the first point is adopt a project-marked methodology and use it for consistency انه عندك مثوديولوجي وبتطبقها على خلاله النقطة التانية implement a philosophy that drive the company towards project-margin maturity and communicate to everyone انا بطبق فلسفة معينة انها تقود الشركة بتاعتي كلها او مكان اللي انا بعمله سواء شركة او مشروع او او الاخره وبوصل البتدرجة دي لجميع العاملين فيها وده الحقيقة ده دور يعني احنا يعني ايه مش عارس اطول في عمليز ان احنا اقول ان احنا فارق اسباب رأسية من تأخر اي بلد هو تأخرها في دورة المشروعات وده الفارق الكديد جدا بين الدول اللي هي قبلت بعلمية واتطورت والدول اللي ايه اللي وقفت عند حدا معينة مش عايزة تطورت فيبقى لازم نحنا ايه ننشر الفلسفة دي وان احنا ايه لازم ننتهج نهب عبارة مشروعات في كل شغلنا وفي كل حيالنا نمبر ثري كميت تو ديبلوبينج افكتيف بلانج افكيليج 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 بلتازم بولا خطط فعالة مدودات اي مشروع هنتكلم بعد كده على الـ functions of management اللي هم اللي الاربعة اول حاجة اللي هي اللي هي اللي هي الـ planning طيب النقطة الرابعة بتاعت هاروب كيرسنر براجماتيك منيمايس كوب شانجر باي كوميتنك ورياليسي وابيكتر ان انا اقل الكتير من تغيير نطاق العمل خلال التزام بهذاف واقعية يعني انا ماجي احط هذا احط الخطة ما احطش حاجات المطلوب او حاجات اللي هي تطبق او حاجات مشوقعية فبالشكل ده ايه بقى ايه بقى الاوي ان انا عايرسكوب شانجر اسناء ادارة المشروع طيب النقطة الخامسة في تحديد النوج او عشان تزود النوج بتاع بتاعي ادار النوج بتاعشدارنا فيها اكتبن اتبأ يعني انا دلوقتي انا عندي اي 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 مشروع هنا نحط مايكواس قوي ان انا خلال الناسكاون تبقي مرتبط ممتابلين ببعض اا لو زاد ال الالالتايم هيزيد الناس سواء بقى 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 او بيقى او بقى بقى او بقى او بقى 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 اشكال معينة يدخ بقى الناسكد بين شاء الله في اللقاءات القادمة في اللقاء اللي هنكلم فيه عن المانجبال المانجمتين ikel 6-يجعل اخضائobe project major لا يوجد اي مجملات ان ل miserable قليل اأن اعين واحد يجدنيه القينة أو اي حاجة غير نوته خبراته وغير علمه وغير مستوى النقطة السبعة مع هارو تريسنر إدعى الوضع يتعلق الإقزائيزات لهم المؤسسة أو الاستخدام المشروع إن أنا دايما الوضع في المكان اللي بعمل فيه سواء مؤسسة أو الشركة أو إلي آخرة يداما براعي إن أنا أجد المدير المتنفيذين بمعلومات راعي المشروع وليس بمعلومات إدارة المشروع إدارة المشروع دي عملية تخليم نزيده و المشروع إنما لازم أعرف المشروع الأوليب أو النازجة يبقى ما يفهمش عشان المشروع بتاعها لازم أزود بالمعلومات اللي هي بتاعة المشروع نفسه طيب نومبر 8 سترنثن إمبورثمت and support of line management يعني لازم أقوي المشاركة تعزيز المشاركة ودعم الإدارة التنفيذية اللي هي في المكان اللي أنا بعمله المشروع بتاعها طيب النقطة التاسعة معنا priorities focus on deliverables rather than resources يعني أنا لما أجي بديل المشروع بركز على الإيه deliverables اللي هي المخارجات بتاعته أكتر من الاهتمام يعني هي تبقى مش مش مهتمش بال resources اللي هي الموارد الموارد لا موارد طبعا غير موارد مش أولا نعمل المشروع لكن اهتم في الأصل بالإنجازات إن أنا أنجازت إيه بالموارد بتاعتي number 10 trust cultivate effective communication cooperation and trust to achieve a rapid project margin of maturity لازم يبقى في زرع وتنمية التواصل فعال يعني communication دي من أخطر الحاجات وأهم الحاجات اللي بيقوم بيها مدير المشروع ودي it's normal إن المدير المشروع 70% من وقته بيستثمر في communication communication ده موضوع كبير وجميل جدا وإن شاء الله برضو فيه لقاءات كتير عنه هنتكلم عليه باستفادة بعد كده إن شاء الله بإذن الله النقطة 11 recognition share recognition for project success with the entire project team and lab management أي مشروع أنا بعمله بيبقى فيه my stones هدف مرحلية بسبقى المشروع فأنا كل ما بوصل للمرحلة بتاعت المشروع وألاقي نفسي نجحت فيها time و cost و quality بنحتفل بها بشكل معين يعني لازم إن أنا برضو و مشروعي بس إنها مشيحنة المشروع بس اللي نجح لا التيم بتاع المشروع و line management اللي هو first line management اللي هو بيبقى ال corporate اللي أنا بعمله المشروع بتاع اللي هو صاحب المشروع أو المالك أو الشركة أو المستسع اللي أنا بستغل فيها أو بستغل معها efficiency eliminate non productive meetings موضوع meetings دي يعني أنا في رأيي و مش رأيي يعني اللي هو المجرد لا رأيي عن تجربة و عن تجربة طويلة في مشروعات كتير محلية و international في حالة كتيرة جدا إن المتنس دي من أهم الوسائل اللي انت تتحلي بيها أي اشيو في المشروع أو أي مشكلة في مشروع تتحلي No time يعني لو انت عاد في المتنس بتتحلي كل حق فلازم المتنس ده برضو يتم إدارته بشكل كويس بأجندة وبقى إلى أخره برضو إن شاء الله هيبقى فيه presentation أو هيبقى فيه يعني لقاء خاص برضو بإيه بإدارة الاجتماعات و زي الاجتماع ما بقاش مضيعة للوقت أو إن أنا اللي بعمل الاجتماع عشان أقول أعود أتكلم أنا كمدير مشروع أو أنا كليدر بتاع مشروع أو لا الاجتماع بيتعمل لأن كل الناس ينتكلم فيه بخصوص الناس اللي هي شغالة و نعرف إزاي ندير الاجتماع و إزاي نوصل منه إلى النتائج النقطة الثلاثتاشر لازم أركز على إني أحل المشاكل بأسرع ما يمكن أرلي بادري و كويكلي وبسرعة جدا وبطريقة فعالة الطريقة فعالة الطريقة فعالة يعني إيه بقى أقل التكليف أو بتكليف مناسبة ليه بقى؟ أي مشكلة لو أنا حصلت مشكلة معايا دلوقتي وأنا مرسولي لو حلتها فورا التكليف بتاعيتها بتبقى ميرلي زيرو لو أجلتها يوم التكليف تبتدي تزيد الاثنين التكليفة بتزيد لو أجلت أسبوع هتبدي تكليفة تزيد أسبوعين التكليفة تزيد لو تلات أسابيع ممكن بقى يبقى عندك المشكلة اللي عندك دي هتبقى مشكلة كبيرة وحلتها ممكن يبقى صعف جدا ويقدر مؤثر على مشروعك لغاية ما فالبسط وي ان أي مشكلة تتقابل ان احنا نلقي تتفادي وي تصالبت كما نقول الآن أو كما نقول هارول كيرسنر فوكس اي ديفاين ان صالبات أولي ويكلي 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 النقطة الأربعة عشر ميجا بروغرس بريوديكالي يعني أنا لازم البروغرس بريوديكالي ده من النقطة المهمة جيدة يعني يعني مش عايز أقول لحضراتكم غالبية المشروعات الانترناشنال واللوكل مفيش حاجة اسمها ان مفيش اجتماع أسبوعي اجتماع أسبوعي هم جدا أجتماع أسبوعي ده في كل الاستيكولدرز في المالك في المالك في البيم أو في المفاقل في الالبي منترار في منترار اجتماع أجتماع أي أطراف وده بيتحط فيه بيبين المشروع الأسبوع ده عمال ايه ونفذ ايه وهو نقود 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 ده طبعا دلوقتي ده انكوكوريتد فيه في الاجيل فهو الاجيل طبعا طريقة جميلة جدا وهو قواعد انتازة وان شاء الله بعض نتكلم عليها في المستقبل في اللقاء من اللقاءات لكن البروغرس لازم اعرف يعني لازم يعني مينمم كل اسبوع اللقاء اعرف انا رايح فين ومجايب منين وKeep Probation Indicators هنتكلم عليها هتبقى واضحة انا ماشي انا ناجح وضع مشروع مشروع ايه بمجميع الاجتهاد طيب نا peng i tells you اعمل ال Eight نricht modification عندنا نوع من الماسج شوية ما بين البلانينج والسكيدولينج. البلانينج ده تخطيط ده تخطيط ده المشروع. السكيدولينج انها اعمل سكيدول بقى يعيسكيدول للتايم بقى وحط عليه القاست وحط عليه الريزورسز وابتبقى اعمل الكورز وده كنت قد قول ده كونتا بعد ده موجود في ايه ده حق بقى في صوفت وير زي الكوليمافيرا مثلا او زي الام اس بروشيكت او فاست راك او الشيط راك او برنامج بيشتغل كايت او project management software فاحنا لازم الproject management software معلوش انه اتعامل على انه طول انه هو ادايا في ايدي علشان انجح شغلي مايبقاش ما نعتقدش انه هو يعني انا لما اشتغل نصلا ببلافيرا لازم انه انا حنجح لا ببلافيرا اذا استعملها واحد محترف وعنده خبرة وهو عارف كويس قوي يدلم كل الاطراف ويحطها في المشروع وتباعها ازاي تحت بقى منتازة انما ما تعملش ايش انا عندي او اقول انا عندي ببلافيرا وما مشتغلش بيها او مشتغلش بيها صح لان مهم الانسان اللي بيشتغل الصوفت وير ده مش الصوفت وير ده مش الصوفت وير نفسه النقص 16 والاخير اللي هي الترينيج الترينيج ده مهم جدا مهم جدا الى اي مدين المشروع انه هو يعني هو الترينيج ده احنا مش حانا مش بقول اكاديميك لا يعني لازم الترينيج يكون موجود في اي شركة النهار ده اي شركة مش حركات الانترنشن ده من زمان الكلام ده فيها الترينيج دبعت مدين من اقوى السيشنز اللي فيها لانها مسلا لو جايني واحد جديد وعلى فكرة الشركات اللي جدا بتحب اللي هو الـنوي جرادويتد يعني انها بتاخدوا بتعملوا الترينيج على السيستم بتاع الشركة بتعرفوا الشركة ماشية ازاي بتوريجوا الـ كل ما يتعلق الشركة الى بتاعتها كل كلام ده كله انا بكلم عليها كـ او كـ لو في الترينيج دبعتمت قاعد معي اربع خمس ساعات هيقدر ان هو تاني يوم يكون بينتج يعني بيعارف كل حاجة وعارف وعارف كل حاجة بالشركة الترينيج بقى بالنسبة للمشروعات انا شخصيا من فضل الله سبحانه وتعالى فأي مشروع يجب ان يبقى فيه اجتماع ما بين مير لأسبوع يعني برضو يعني تبقى الناس كل الـ مع التيم بتاعك في الموقع ان انت كل الناس في الموقع يجب ان تفاهم انت بتشتغل ازاي ونبقى فيش سفافية ومش المهندسين بس ده مهندسين والإداريين والماليين والسكرتاريا ودهم الـ الترولرز الناس دي كل امامها لاخيرها لما بنقعد مع بعض كل اسبوع مثلا مرة الحسبة ساعة لا الحسبة ساعة بالنقعد مع الناس بتعمل لها بتعمل لها يعني في الناس ما تبقاش عارفة يعني ايه مش عارفة يعني ايه مش عارفة يعني ايه لو بشغل بأي system أو بأي حدا بالإضافة طبعا مضوع الترينينج وده المهم جدا جدا ان يعني المهندس بس ان هو جديد أو بيشتغل بيضغل المهندس بس احكينا عن المهندس بأي يعني ايه اللي احنا عارفينها انما المهندس ده عشان نعرف برده ده هم لكل الإنسان وانا شخصيا يعني عملنا برده يعني مع الأكاديمية العربين لا الأعيوم التكنولوجيا عملناهم ترينينج في الـ MIS يعني كان فيه مهندسيين وكان فيه خارجين زراعة وكان يخطلوا كلمة أداب وكلمة صيدلة والحمد لله كانت تجربة نكحة جدا فويس جدا الكلام ده من أكثر 15-16 سنة فالترينينج هم جدا زي ما كنا بيقول الوقت عام بلصبق المشروع لان الوقت انا مهندس عندي مهندس بقى اسمه مدير موقع يعني ممكن اشتغل مهندس مدير موقع ازاي هو ما عارش يعني ايه اداره لازم اتعلم يعني ايه اداره والترينينج ده التعريف بتاعه وبرده عشان نتعارفين الترينج لايه هي بأي انسان يعني ممكن واحد عنده 60 سنة او يتعاود اعمال له الترينج الترينج ده عبارة عن ايه عبارة عن الفرق ما بين المطلوب للمسئولية اللي جاية له او الوصيفة اللي جاية له او المشن اللي عنده وما عنده يعني انا كنت مثلا رئيس خسط وخدت الترينج عشان ابقى رئيس خسط بس انا مدير عام لازم افهم يعني ايه مدير عام واخد ترينج في كيفة الادارة العامة دول الستاشر نقطة الحقيقة اللي بنقدر نقيم بهم ومنحكم بهم على نضغ مدير المشروع او نضغ مكتب ادارة المشروعات او نضغ اي حد يشتغل المشروعات لان دين اختلفت تماماً يعني 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 لو انا وقفت اطلاعاتي احنا زمان اوي زمان او زمان دي مش عايز يعني ايه كان كنا نقول ايه واحنا الشباب ان لو عد علي شهر ما قاردش فيه في المجال بتاعي سواء انا خبيب انا مهندس انا صيدالي انا محاسب انا لو انا قعدت شهر كامل ما قاردش وما اطلعتش وما زودتش معلوماتي في المجال اللي انا بشتغل فيه واللي انا عارفه واللي انا بتاعي ان انا محترف فيه يبقى انا خرجت من الدنيا وما فهمتش حاجة وتأخرت كثير النهاردة لو عد اسبوع يعني انت لازم ميرلي يومياً يبقى انت عندك التلاقص النهاردة الدينة بقت سهلة انا كنا زمان لما كنا من الماجستير او دكتوراه او اي رسالة كنا بنقعد في المكتبة بالعشر ساعات ننقل بقدينا حتى مراشي ما كان تصوير فالنهاردة فيه يعني ساعة كبيرة وفيه تسيرات كتيرة جدا انك كل يوم تطلع على ايه اللي بيحصل في اي علم فعلم الادارة بالذات فيها تطورات كتيرة وفيه حاجة ما بتحسين مستمر للقدرات الادارية لأي الانسان بيتدير اي حاجة او شخص اي ما يعني نحن كل مستمر على طريق المعجمات وطورات 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 دي تالنت في عبارة حياته حاجة كتيرة جدا كما كنا نكلم برد من شوية الطير نفسه اللي بيهاجره اسراب اسراب يعني مش خبرة يعني قصد دي تالنت ربنا استطاع في الانسان فانا اذا كنتش ما يتحدث هو أن تفهم ونحن نفسنا ونحن نفسنا يعني ربنا اعطلنا التالنت اللي احنا ندير اي حد كان بيدير يعني احنا يعني امهاتنا وجدتنا كانوا بيديروا شؤون المالية للبيت احسن من اي واحد تخرج من اعلى جماعات في الادارة يعني كان زمان يعني الكبار بقى اللي علمونا ابعنا وابدادنا يقول الستة دي الستة المصرية مثلا ديها عشرة جنيه عشان اللي كانت ماب لما ييجي مثلا ايني في السكة كده حصل معا مشكلة او بتاع يقول لها يا ام محمد ما فيش حاجة عندي تقول لها معانا موجود كل خيرك خيرك موجود وتطلع له بقى ايه اللي هي عملته اا كان برضو كانت حاجة كانت بتلخص علينا زمان اما شابة عليستة ماشت الوقت ولا ايه موضوع الجامعيات ما دي ادارة مالية من من السيدات المصريات او من الرجال المصريات ان هو بيعملوا جامعيات والاخر و كلنا اول من بداءنا نستفر خليج و كده و كده كانوا بحسينينا جدا على الموضوع ده فيعني الاصدل ان التالنت بتاع الادارة موجود عند كل انسان وما ينقصه اللي هو اا ان احنا نطورها نطور الكلام ده ومنطوعه للقواعد العلمية والعملية واستفادة منها لتحقيق الاهداف نقفش في مكاننا ونداعي ان احنا يعني وصلنا بقى المستوى من العلم ومن الحكمة ومن ومن الاخر لازم ان احنا نطور من افسنا في الادارة طيب هتطار بقى الناس دي تحت وضح لنا طيب جلوبال فيو و و ليه مهم ان انا ادرس project management ليه و اول سؤال لما قلوين انت ستبقى مدير المشروع مهما كبرت و مهما عدست و مهما خدت من خبر كل حاجه جديدة بتجي مسؤوليه جديده او جوب جديده او اي حاجه لو رحبته ولو أهميته ولازم نأخذ حقه في التفكير أول حاجة What we need What is required هنقوله بسرعة وروا هنقوله بسرعة وروا هنقوله بسرعة وروا هنقوله بسرعة هنقوله بسرعة هنقوله بسرعة هنقوله بسرعة هنقوله بسرعة هنقوله بسرعة Why you are going to study the scientific project management to succeed in our life to do a continuous improvement for our capabilities in project management Number three Is it Is this project feasible technical economic هل المشروع ده feasible مجدي فنيا وقصديا ودي هنلاقيه برضو إن شاء الله في المدينة تتكلمه على مراحل المشروع بعد أسبوع مراحل للعمر المشروع Did you think on it strategically and study it reciprocal effect in the macro and macro environment أي مشروع له environment بتاع internal environment وفي المكرو environment ومكرو environment وليه بعض الموضوع لقاء بإذن الله هنتكلم عليه بعد جدا كل نقطة من دي إن شاء الله هيبه فيه موضوع اللقاء هي بسيطة طبعا لكن وإن شاء الله هنعمل بشكل بسط وبسط جدا وحنوصل المعالمات بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى قد يقدرنا أن نحن نحن نوصل كلها كلها كلام جميل وبسيط والإدارة من الأبسط وأسأل علوم وأجمالها وإن شاء الله ربنا يقدرنا إن شاء الله ونوصل هذا الكلام كله وكل واحد فينا برضو عارف هذا الكلام ينشور برضو في حواليه عشان ننشر فكر وفرسل رجالة المشروعات في مجتمعنا كله في مجتمعاتنا كلها How we can reach the results إزاي أقدر إقصال Results 1 أمتا طيب What is important to study project management number 7 Where 2 What are the possibilities and the available resources to read sheet إيه المصادر أو resources اللي هي يعني لما 4M Money material اللي هي resources اللي بتخليني أوصل للنجاح او الهدف او المشروع. يعني المشروع في حد ذاته. موضوع المحنوات بتعليفه بعد كده. ده اي فكر او اي هدف او اي موضوع يخطر على بال حد وعاد ينفزه. الطريقة انك توصل للي انت بتفكر تجد اهيد البروشت. اه التكلفة ايه? كل نقطة من دول اللي هتقل لها موضوع لقاء ان شاء الله بعد كده. يعني النقطة اللي عندي يجب ان مع الاخيرها ليتت الساؤلات لأي واحد حيكلف لنه بقى مدينة مشروع. فاللقاء دي هنتكلم عليه بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بقى بقى بسيس وان شاء الله بالإذن الله عليك يا ربنا امضلنا هنا نتكمل فيها مع بعض ونتناقش فيها مع بعض ونصل لمرحلة ان احنا فعلا نتحط على الراي تراك ان انا بقى انترناحش بورجيك مانجر فعلا ووالشركات والهيئات هستجدوا ورايا مش انا اللاج دي وراها. هو مين اللي يبقى مسؤول عن اي عمل او اي حاجة حتى تعمل في المشروع كيف ستعمل معاً كمشروع يعني مثلا انت بتعمل تيم للمشروع الناس دول انا بعمل تيم مع بعضه النجح تسمع بعض ازاي نمبر ثورتين كيف ستعمل معاً كمشروعهم نعم التيم بلدين ده من مضوعات الجميلة جدا واللي هنتكلم عليها برضو في لخاء او اتنين على التيم بلدين يعني برضو احنا بنشركين مع بعض نعمل اي مشروع لو نعمل اي حاجة فدول التيم بلدين دول اللي ارغاد بدي بينهم بين بعض ازاي اه ما من المشروع يتعلم بينهم طبعاً اي عنصرين تبديني ده 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 حاجة طبيعية والعنصرين ببقواسين جداً انا بجيب ملح اما انا بجيب حامل و بحط قلو و بحطوهم مع بعض ايه احصل حرارة و و فالاخر بيوصل ايه انا بتكون ملح معين يعني فالفكر ان ايه و دي دي فنومة طبيعية برضو لو اي اتنين يشتغلوا مع بعض الاول هيبقى جواه حنعرف الكلام ده ابوه لابدين لتكلم على التيم بلدينج ان فيه الاول فورمينج وبعدين ستورمينج يعني انا بكون الفريق بتاعي وبعدين بيحصل انهم من ستورمينج اللي هو العصف ما بين الناس وبعضها عشان يصاروا بعد كده اللي ايه للنورمينج والبرفورمينج اللي هي عناقص عشان دي اهمية برضو ان انا نتكلم عن التيم بيلدينج وبرو دورة حياته وهتقال the needs of each of them ايه احتياجات كل واحد الفريق اللي انا بعمله ده وبكون او بس تشتمر مع بعض لان كل واحد فينا عنده هداف معينة وعنده يعني بالشأل طبعا ان احنا نحقق يعني سعادة لأهلينا والأسرتنا ولينا وكل المسؤولين من رقابتنا وفيه احتياجات تانية في ناس بتحب انها تبقى مسانة حاجات معينة بدي احنا برضو ايه هنتكلم عليها what are the needs of each of them ازان انا اصب برضو ايه احتياجات كل واحد زي اقدر ان انا اخلي التيم ده يمشي سموس ويمشي المتحب وان شاء الله بإذن الله اتخاذ how we can reach the best results from this team يعني اصلا الاحسن النتائج ازاي من التيم ده الا ان احنا عارفين دي برضو معروفة برضو في التيم بيلدين او في الشغل بتاع اي اي community ان لو واحد بيشتغل له واحد وهنتقق مثلا تان يونت لو اتنين بيشتغلوا مع بعض ما بيشتغلوش تان ما بيانتقوش 20 بيتك كم بيتكو 25 يونت لو ثلاثة مش هيجيبوا ثلاثين حينتجوا مثلا الاربعين وانتين دي اللي بيسموها ايه فقد القيمة من تجامع الناس مع بعضها يعني تعاون الناس مع بعضها بتؤدي الان البرودكت او البرودكشن بيبقى اعلى اللي لو كل واحد تشتغل separately What are the strategies to optimize quantities of resources without affecting the targets هي الستراتيجيات اللي ان انا اعمل optimization التراتيجيات اللي هي ايه؟ اللي هي يعني اللي هي ال optimization اللي هي يعني انها عدي الحد الاجنى او الحد الامثل الحد الامثل في من الموارد من غير الجودة متتقصة من غير الجودة والتايم والكست ما يتقصة يعني What are the strategies to optimize quantities or resources without affecting the target للقواليتي والكست والدوريش And custom satisfaction Custom satisfaction دي بقات مهمة جدا انا ممكن اعمل حاجة كويسة اوي لكن Custom satisfaction دي بدأت تظهر بقات مهمة جدا او الحد الامثل Design and implement To fit for purpose system to reach the required results How we will evaluate and control the results during the process and at the end of the production يعني انا حقيم وامل control المراقبة على النتائج ازاي اثناء البروستس اثناء الصغل يبقى لان انا وانا شغال انتعرفي قداما الصغل ايه في accumulation يعني مش حاجة انت بتعمل حاجة وتعمل في ساعتها لا فازاي انا هقدر اقيم واراقب النتائج اثناء العمل يعني لو انت مثلا يعني دي بتبقى مثلا طول ما انت ماشي يعني فيه quality control فيه بقى checking على How documents to be managed with this complex system جوه بقى التعقيدات ها شو نالفات تقول لها الاخيرها How documents to be managed بسعي حدير ودي برضو موضوع مهم جدا 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 ان شاء الله فيه لقاء هندخل الموضوع ده لانه مهم جدا للأسف فيه اهم كتير جدا ما بتهتمش بالdocument وبرضو موضوعين كتير جدا يشتغل كويس قوي تقول له اعمل تقرير يبقى حسن هو تيل اوي عليه فان الدocument ده يعني المشروب بيخلص وبيظل الدكومنتيشن بتاعه الدكومنتيشن بتاعه هو احد الاسباب العامة في المشروعك مستمر وبينجحه في الاخر يبقى عندك النهاردة برضو عشان نكمل برضو الموضوع ده اولا هتكلم فيه separate meeting مع بعض يعني وده مهم جدا يعني يعني في اللقاءات كثيرة جدا يعني مش موضوع ان اي arbitration بيحصل عندما يخلص وبيظل الدكومنتيشن بتاعه لو حصلت arbitration او خلاف ما بين الاطراف اللي هي اشتغل في المشروع يعني ما بين المالك والاستشاري والمقاول والسبلايرز اللي الموجودين في المشروع ممكن يحصل arbitration او يحصل اللي بيكسب القضية دي مش اللي معاها الحق لا اللي معاها الـ proper documentation يعني اذا عادي تعمل الـ documentation بتاعه صح اوه لا تخسر arbitration ولا court case ولا هتخسر اي حد فمهم جدا الـ document يبقى موجود ومضبوط النهاردة في الـ building information modeling وده بياخد الكلام ده كله ان شاء الله برضو هنشوف هنقدر نتكلم عليه ان شاء الله في لقاء بعد كده how information will be organized and mannered الـ information اللي هي ايه اللي هي الـ information دي لها تعريفات حتى تظهر الـ بال بعد كده اللي هي بيشغل الشغالي المشروع ازاي الـ information دي بتدار وبتخطط وده برضو ان شاء الله في لقاءاتنا برضو حدبان معانا وحنا مع بعض ان شاء الله how all the previous subjects will be planned, organized, implemented and controlled ازاي كل الـ previous subjects دي كله يعني انا عبنين دلوقتي كل دي حاجات وعلى هكذا دي مش كل حاجة لسا بلوك حاجات تانية كم ازاي انا هتطبق يعني تيه 4 functions of margin قولنا planning, organizing, leading and control هنتكلم عليها بعد كده وده الـ management انا بطبق الـ planning, organizing, leading and control نحن بلوك حاجاتين هذا الكلام فإزاي هتطبق بقى ده على كل المخاطر اللي فاتت دي how we will maintain the quality level and provide continuous improvement to the right within the sport ازاي انا هحافظ على المستوى الجودة يعني احنا يعني مصر شعبها شعب متدين ومازالة بقول هذا الكلام ماهما ظهر من غير كده ان الله يحبه اذا عامل احدكم عملا ان يتقنه يعني الـ quality الحقيقة بتسمى جودة لكن ايه في الحقيقة كـ quality control a machine انما كـ quality عشره الى ضمان الـ system اسمه ايه اتقان الى اي درجة انت بتبقن عملك اللي ربنا امرنا اننا هلنتقنه اللي النهاردة بقى كنا بقى اعتقد ان كوكب اليابان ده ومسمينه كوكب اليابان وفيه اتقان عالي جدا 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 وفيه حرارة جيد جدا بينه وما بين العالم كله اسمينا نفاجأ وده مش عايز اقول مميزات الكورونا يعني الكورونا يعني ايه مهما عن الفئة الله ما رفع عنه ايه البلاء والوباء وعن البشر اجمال ان الكورونا كشفت الصين الصين يعني التكنولوجيا والعلم اللي عندها والكواليط اللي عندها انبليفابل وحاجة يعني فوق مستوى الخيال وما كانش ولا اي حاجة ظهرة منها ما ظهرش الا في السنة اللي فاتت وطبعا فيه حاجة تثير جدا لسه انه لازم عشان اعمل دراسة انبليفابل طيب فعلم إدارة المشروعات هو اللي بيديني كل الدراسات والتحليلات والطرق إن أنا أحل كل التساؤلات اللي كلمت عليها قبل كده وأكتر منها كده تعريفات والخصائص للعناصر الأساسية في إدارة نحن نتحدث في منافسة شديدة وصرعات على البضايع وعلى الخدمات البضايع طبعا اللي احنا بنستخدمها يعني الناس بتنتج أكل بتنتج مكينات بتنتج سيارات بتنتج مكينات أي إنتاج سواء أكل أو شرب أو أي حاجة السيرفزي دي الخدمة يعني هم نوعين من الحاجات اللي هي الإنسان بيستخدمها يعني حياته اللي هي منتجات اللي أنا بخد يا إما جودز يا إما سوربزز فالعالم كله فيه منافسات النهاردة بينه وبين بعضه عشان كده في إيه في الإنتاج لكلام ده كله النهاردة فيه the international agreement like GAT and GATs GAT is the general agreement for trades for tariffs and trades اللي هي خاصة بالمنتجات بالجودز tariffes تعريفة و trades اللي هي التجارة اللي هي التفقية العامة general agreement for tariff and trades التفقية العامة للتعريفة الجمهورية والإيه والاتجار and GATs الكلام ده كله تعمل ليه؟ عشان ينظم الألخات ما بين الدول وبعضها يعني شو كان ده مش بغل صياق ده هو صياق يعني بتكلم على ال international دلوقتي مش بتكلم على الحاجة الوقت تتكلم على ال international define the relations between all parties on the group بتحد العلاقات ما بين كل الأطراف في العالم كل all the types of contracts تخلى فيه أنواع من ال contracts يعني دي برضو دي مش من زمان بنتكلم على ايه؟ ال BOT build on operate and transfer build يعني ابني وتملك operate يعني شغل وترانسفير بعد كده ده نوع من ألواع العقود تبقى ما بين مؤسسة ومؤسسة بقى أخرى بالدولية أو بين دولة ودولة أو جوب الدولة نفسها مع المستثميرين بطوعة أو build operate and transfer build وشغل وبعدين transfer and transfer للطرف الأول اللي وصح بالحلال are very commonly used in the 20th century دي يعني كانت معاوك كويس قوي فقرنا العشرين طبع مستمر رغاية ده وقت الحقيقة فيه أنواع تانية كتير زي ال BOT و BOT فيه نوع اسميه B-L-O-T أو build lease build lease operate and transfer فيه lease operate and transfer وفيه design build operate and transfer وفيه build own and operate D-O-O أنا بقولك يا نعم ده ليه؟ طبعا عشان احنا طبعا من لنا كتير قوي هيقابله حاجات مهاز القبيل ما يفاجأش بحاجات هو يعني يعني انت ودي مش مشكلة مش مشكلة مدير المشروع أو مدير المشروع أو مدير المشروع أو مدير أي مدير لازم يبقى معلوماته هو واسعة جدا وعامة جدا ومتعلقة بكل السوق اللي بتاعه وطبعا دي بتعتمد على الخبرية وتعتمد على على ان هو يعني 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 يتطلع مش واقف على حاجة يعني يعني عارف كل حاجة بس نخلي بأنه حاجة برضا هو مش متخصص في كل حاجة هو عارف يعني حدان من برضا من اللقاءات اللي قدام أه 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 يعني ممكن يبقى أه وممكن يبقى أه 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 وممكن يبقى أه في أي مجال وبعد كده يبقى أي يبقى أه أو أي حاجة اللي يبقى عنده في معلومات خاصة بيه هو التخصص بتاعه ويبقى المتخاص بقى في المناجمت اللي هو اللي يبقى عارف كل أنواع الحاجات اللي هو بيشغلها في التيم بتاعه سواء التيم في البروجيكت أو التيم في الشركة أو التيم في المؤسسة بعض الوقت هي مختلفة بين ميزة و الميزة أنا متكلم عن ميزة في إيه؟ في الجود أو الميزة السيارة دي إدوكيشن، كوميكيشن الحاجات اللي هي يعني ما بتتصليمش حاجة بإيدك يعني زي الخدمات، يعني التعليم ده خدمات الكميكيشن ده خدمات، الشركات تصورت كلام ده أخبره البريد ده خدمات في وساعات بقى في بعض الأنشاط وبتبقى إيه؟ سوري بسجود مع بعض، زي الريستوران يعني أنت في الريستوران بتاخد الاثنين سوري بسجود، يعني بتاخد أكل وبتاخد خدمة يعني ممكن الريستوران يبقى عنده أكل كويس قوي، ما عندهوش خدمة كويسة فأنت يعني إيه طبعا مش هتروح له، إذا لما بتروح أي حتة بتبقى بسط الريستوران مثلا بتاخد الاثنين أي مكان يبقى فيه، الكلام ده خدمة في فندق فيه فندق الخير، ما فيه كويس قوي، أتو تدخل على تطول عن بيفش، بتلعط إيه طعبان مثلا، يعني بيبقى فيه ما بين الجود، الحاجة اللي انت بتلمسها، الحاجة المدينة التي تخدها وما بين السوريس، فلازم بتنبقوا مقبول لا يعيب أي دولة في العالم، اللي بقى عندها رسورس نقصة، إنما اللي يعيبها إنها بداش تتصرف في رسورس نقصة، بمعنى، إحنا عندنا مثلا بلد زي اليابان، مثل تمتلك اليابان، اليابان تمتلك البشر، البشر اللي عاوز يشتغل، مش هكلم مع الصين الأنصين، عندها رسورس كتير قوي، أوسع بكتير وأكثر كتير لليابان، وكلم مع اليابان لأن هي النموذج ده من اللي إحنا بناخد به، نقول دي بلد ما عندهاش تستورد البتروت، تستورد أي حاجة، إنما عندها الإنسان، فهي لا يعيبها إنها تستورد أي حاجة من أي حتى وتشغلها، كمثال عملي، يعني في خلال حياتنا مثلا في بدون ذكر أسماء، إحدى الدول العربية كنتمشتغل فيها، واللي بنستورد الزلط والرمل عشان نعمل خرصامة، في دول تانية تستورد الإنسان، يعني يعني بعضهم مش هكلم على دول معينة، يعني في دول عندها الإنسان بوفرة، إحنا عندنا الإنسان بوفرة، مش هتكلم على مشاكلنا الداخلية، ولا أخرى، ولا كلامنا أخرى، لكن لا يعيب أي مكان إنه هو يجيب الريزورس بتاعته، يستكمل الريزورس عشان إيه يتم النجاح، أوروبا، أوروبا خرر مثلا الإنسان فيها بيقلب، يعني أنا 2006-2007 كان عندي، وأعتقد ما زال عندي اللي قدرت أطلعه يعني كده، عملوا ريبورت، بحسين إن هم التعداد بتاعهم بيقلب، عملوا ريبورت على مصر، وهما اللي اتكشفوا إن مصر فيها تلت السكان اللي فيها في التعليم، التعليم من ابتدائي لغاية سنوي، كل اللي بعملوا دراسة دي ليه عشان يشوفوا حيستخطبوا العالم إزاي وحيستخطبوا أنهي نوعية، فلا يعيب أي دولة في العالم إنها يبقى نقصها برسورس معينة، في بلاد ما عندهاش بترول خالص، يعني بتستورة بترول إنفول، في ناس ما عندهاش ماتيريال، حاجات كثيرة، ما عندهاش بقولوك، حضرات ببسط، ما عندهاش زرط ورام، يعني أكثر من كده، ودولة بنية جداً وممتازة، ومن دول العربية القوية جداً يعني، تستورة زرط ورام، يعني لا يعيب حد، لا يعيب حد، لا يعيب حد، لا يعيب حد إن هو يجيب HR، أو يجيب يعني خبير، في مضاعف معينة، أنا عادي أشتغل نصر مشروف في الصداء، ما يعيبنيش إن أنا أجيب حد من بره، يعني الصين بجلالة قدرها لمحبة تبتكي تغير نفسها، في الثمانينات من القرن الماضي، جابت واحد، يعني خدوتوا بالعافية من إنجلترا، واحد عراقي، خبير عراقي اقتصادي، وهو منها كل الكلام، The solution of the problem studying and defining the ways to procure the events between the required and available resources، أنا ما بعمل أي مشروع، لا يعيبني إن أنا أدرس، وأحدد الطرق إن أنا أجيب بها الرسورس، اللي هي تخليني أرجح مشروع، الرسورس إيه بقى؟ الرسورس، اللي هي أربع حاجات، 4M، دي موجودة من زمان، يعني دي مش حاجة جديدة، ولا هي حاجة يعني مخترعة، 4M اللي هم إيه؟ أول حاجة فيهم اللي هي من من باور، اللي هي العمال، يليها الماتيريال، اللي هي المواد، يليها الماشيناري، يليها الماني، خلاص؟ فدول 4M تراديشنل، دي طرق عمرها كده، فيه كتب، عشان برضنا نبقى بانطيب حانا بانطيب لو حد فينا حاول يقرأ ويطلع في الكلام، فيه كتب بتقول لا دول 3M بس، الماني ده ده مانداتوري، لأن الماني ده موجود جوه المانباور وماتير والماشيناري، ففيه ناس بتقول دي 3M، وبتخط تعتبر الماني ده موجود جوه الكلام مش بحكينا نتكلم عليه، الحقيقة في أوائل، يعني في الفين، الفين وواحد، يعني بدأت أعمل محاضرات عامة، أو لقاءات عامة يعني بالنسبة الكلام ده، توقعت حاجة، وهو طرح صح جدا يعني، فرق أو 3M دي مش دي مشكلة، بس النهاردة، الكمبلاكسيات الوصولات الوصولات و الوصولات، لقد اضعوا مجموعة مختلفة، والذي ربما أكثر من كل الأخرى، النهاردة، من الأواخر يعني، يعني مثلا، تعريف الأمية سنة الفين، ما كانتش ابنك حافظي أروا تكتب، لا، ما دعونش تستخدم الكمبيوتر، ده كانت، يعني الكمبيوتر ما كانش لسه موبايلات بالشكل اللي حنا فيه ده، فنهاردة الأمية ما هيش، لأنك حافظي أروا تكتب، لا، أرمان إن انت مش عارفتش تشتغل بالإيه، بالأمور اللي هي شغالة بالتكنولوجي، اللي هي الإنفورميشن تكنولوجي، اللي ما عندوش الإنفورميشن تكنولوجي، في مشروعه أو في مؤسسته، يكده يكون مستحيل أنه هو يعني ينجح، لأنه، إحنا، بسم الله الرحمن الرحيم، مارجمينة المارجمينة المربوز، الحقيقة المارجمينة المارجمينة الم الباربوز، في أرتباء عهلوز سنة 2000، 2001، كنت قمت بتظهر مارجمينة هنا في إسكندريق، في مؤسسة قبية، في جامعة قبية يعني هنا، مارجمينة المارجمينة المتهمة هي المكلمة بسبب ما هو آخر للتكتصي، النهارده، ما فيش حد متخصص دكتور، طبيب، صيدالي، مهندس، زراعي، أي مجال يجب أن يكون لديه مجموعة المشكلة أهم جداً 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 The information are derived from data سألعك عني information هم بيجيني data كتير قوي وبطلع عني information اللي هي to build my information system Before starting any project to study similar projects nationally and internationally and expertise market share يعني أنا ما بدي أعمل مشروع أو شركة لازم أكون دارس كويس قوي أنا market share بتاعي سواء internationally أو locally أنا حيبقى ليه market share اللي هي نسبة من الإنتاج في السوق فلازم أدارس إيه السوق ده في إيه الآخرين عندهم إيه أو ده رجيب زي مدام ما ينفعش أبدا إلا بالإيه 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 مش هتبقى من الجرائد والماء لا لازم واحد متخصص يفل معي information ويعني يعرف كيفها إزاي وتحصل على إيه ما إيه بخصص 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 أنه يطبعش الأشخاص كذلك الغدوثة وكذلك بل ما يطبعش الأشخاص بذلك تخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة يبقى أنه يعملش الضار وإذا أحدك لا تعملت شيء فالإدار التاعات التي لا ت It's a set of activities directed at an organizational resources with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner المجموعة أنشطة انشطه بشكل افشيئي ومؤسر الى مواصفات لها او صفات المانجمينت اول حاجة الى هو ايه الـ يعني ان الادارة دي ما هيش مش بضاعة لا عمل ذهني دي اول حاجة ان الادارة عمل ذهني ما بنتكش مثلا حاجة ما بنتكش اكل او الشرب او اللبس او اي حاجة لا دي التفكير مكوم الاربع وظائف اللي هو بلانيك يعني ما نفعش اقول ان انا بعمل ماناجمونت بلانيك 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 في الاول بجي في الاخر ان انا بقول انا ليه ما توفقتش ده اني ما عملش شي الواقب علي ان انا اعمل طيب الاجيلة الاجيلة دلوقتي الاجيلة دلوقتي الاجيلة الاجيلة يعني الاجيلة اللي هي تطبيق جميع انواع المؤسسات والمشروعات الاجيلة دلوقتي بتيم مش برتبط بواحد يعني مش هدير نفسي اه فيه personal management بيدير حاجة خاصة انت بتدير ناس عشان امتاج حاجة وبرضو احد انواع التعريفات للإدارة اللي هو ايه الحصول على نتائج بوسطة الاخرين اه يعني انا ببع عندي team او عندي اه فريق والفريق ده بيشتغل كل واحد بيعمل له دور معين وبحصل على نتائج بوسط الفريق ده كل من اول اخر اخر من اللي حق هذا الكلام طبعا فريق اللي حق انما الممثل الفريق وممثل المشروع من المدير المشروع بيبقى ايه related to teams not to independent targets الاهداف helps in achieving goals efficiently and effectively ان الإدارة بتعمل ايه بتساعد على تحقيق الاهداف بكفاءة وايه بكفاءة وفعلية طيب الهيئة related to the efficiency of the used resources انانا الهيئة الكفاءة بتاعت يعني مرتبط بكفاءة الهيئة الهيئة منطور machinery material والمع طيب definition of project there are several definitions of project all reach the same meaning the ways to reach the transformation of any idea or a dream to a concrete problem الحقيقة دي يعني ده تعريف ابسط تعريف وده يعني ايه يعني بحسيت بي يعني في خلال حياتي ان انت لو فكرت في اي فكرة وعايت حقاقها دي project عشان اوصل الى الهدر بتاعي انا عادي انزل الصبح اروح في شغل اكون في شغل مسلا الساعة تاسعة الصبح بعمل project اعمل الساعة كاب واعمل ايه وفين وقال بقاركب ايه وعمل ايه عشان اوصل لشغل دي ساعة صبح عازم مسلا انا 15-21 ايه ايه عايز اجيب ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه برضو فيه plan وفيه جرازي وفيه وفيه control حياتي كلها ايه ايه يعني 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 بتبتدي منك بتوصل لغاية ايه بقى ايه projects الكبيرة بعد مثلا صواريخ الفضاء مثلا زي مثلا project بتاع الجي فايف عمله ونحشه في العالم كله يعني اي اي فكرة عايزة تتحقق او حلم لأي حد فالطريقة اللي تتحقق هذا الكلام بيبقى ايه بيبقى اسمه project project is a unique set of coordinated activities ده بدو ده تعرفي عن ايه بسيط يعني اللي هو ايه unique set of coordinated activities with defined starting and finishing points undertaken by an individual or an organization to meet specific objective within a defined schedule cost and performance parameters ان انا مجموعة activities مستبتين ببعض activities اللي هي انشطة حبي تبقى بعد كده حنتكلم عن عنشطة وكلام ضمن اخره ان ايه ازاي بتعامل مع الكلام ده كله عشان احقق الهدف اللي عندي within a defined schedule cost of performance ان انا اصلا وانا بعمل plan حددت الوقت بتاع يخلص القدية الخدس بتاعه كام والperformance parameters from definition one can exclude the importance of the following من التعريف ده ممكن اين نوصل ايه الاهمية الاتية the work breakdown structure of the project ايه ايه عبارة عن ايه 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 في الشعر في العنين في المنخير في الفم في الودن الوثنين ايه العنين فيها ايه ده وردوان فيها كذا 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 الفم في ايه ده يعني ده الbreak down بتاع الوجهة لان الbreak down بتاع الجسم فيه الدرعين في القلب في الصدر السقين فيهم الفخزين والسقين اللي قد يصل للقدم تحت ده عبارة عن كده انا البروجيكت عندي اي نوع من البروجيكت حتى لو هو IT project اي حاجة ان انا بقسمه لأجزاء صغيرة والأجزاء دي بقادرها وبربط لها منها لان انا اوصل الى نفتاج البروجيكت The system analysis system analysis ده system عموما هو عبارة عن يعني in and process out لان انا عندي data معينة او متخلات معينة بحطها على procedures بحطها بشغلها بشكل معين وبرجأ اقول ايه مخارج بتاعتها بيخد احطها في الحاجة اللي وراه ده continuous system Dependency of the activities اللي هي العلاقات ما بين activities فيه start to start فيه finish to finish Depend, starting starting and finish The starting of the project depends upon pre-feasibility and feasibility phases ما فيش مشروب يبتدي اما تعمله ايه pre-feasibility هل انا مجدي المشروع ده ولا مش مجدي دي فايزبي كتفيزة اللي هي الخالص The finish day of the project is calculated and depends upon a lot of facts such as The activities Dependencies و دي وضع هنتكلم عليها بعد تكلم على planning وهنتكلم على تفاصيل بتاع ايه مشروع تفاصيل بتاع ايه مشروع وهنتكلم عليها ببساطة شديدة ووقعية بشكل مبسط ده بحيث هل نعرف يعني ايه الكلام ده يعني ده ايه سهل الجانت شارت ده من اقدم الطرق اللي هي بيتحددلي شكل تنظيم المشروع بتاعي يعني بتبقى task ساهمة وده دي كله ناس عارفينه وشد بسهل مجال تصطر كله يعني شو يليز المهندس بعمية مهندس محاسم باي حد اه الى task 2 حسن ده في الوقيك مثلا اولاني كاذا بعدين في الوقت ده في كذا ودي task 3 4 و 5 و 6 سببه خلي بالنا يعني انا ما نقول ايه احنا هنرس ب ال date من الاتفاقات لا في بعض المشروعات مثلا المدارس الجامعات بعض المشروعات القومية في مشاريع المدرسة المدرسة يجب أن تقلص مثلا في وقت معين يجب أن تقلص مثلا قبل شهر مثلا سبتمبر عشان ترحق تتجاهد نفسها عشان في أقلوبارتك لو تخارط شهر أو شهرين حلاص يبقى باظت عليها سنة كاملة يجب أن يجهز المشروع بحطول الإمكانيات التي تشغله يجب أن يخلص قبل الوقت الذي يجب أن تشتغل فيه يجب أن يتحقل من المشروع أو المصنع أو المستشفى The project duration is predefined and resource allocation must be done according to me إن أنا بحدد تاريخ انتهاء المشروع بس بصرع بقى بالactivities اللي بحدد في ريت كالباس بصرع بالactivities اللي بحدد في ريت كالباس علشان أنزل خلي المشروع يخلص في الوقت المتفق عليه أو هو المخصوص في المشروع The social organization this knowledge area would be studied and detained the social organization behavior science يعني التعاولات بين الفريق بين الناس وبعضها والsocial بتاعه في علم الorganization behavior ورشان البيهيبير ده علم كبير فيه بقى العلاقات ما بين الإنسان ونفسه في الأول وبعدها الإنسان ومجتمع اللي هو عيش فيه وبعدها الإنسان ومؤسسة اللي هو فيها ورشان البيهيبير ده علم علوم القتيمة جدا وده برضو بيتقدم وبتقدم جدا خصوصا النهاردة التقدم في البرمجرام ده فيه ناس بتشتغل أونلاين ما بتشتغل في أماكن يعني ممكن واحد ما دير مشروع ما دير مشروعه في أمريكا وعمره ما شاف المشروع له فيه غير مثلا بي كاميرات بي أي حاجة One of the most important studies in this concern is the communication وذلك ما هي يعني دي قاعدة معظة في project management أو في project management 70% of the manager time is consumed in community طيب هنا بقى الobjectives الرجل ده هيجلنا عايز حصل الobjectives بتاع تعمل بثلطة عايز الحققها The main specific objectives أنا أولا أنا فيه objective عندي فيه أهداف عندي أنا أريد أن أحققها ففي project management وفيه أهداف مرحلية خلال المشروع أنا أعمل المشروعي لازم أخلص مثلا الأساسات بتاعتي مثلا أكلم عليكم أسهل حاجة لازم أوصل مثلا الأساسات بتاعتي بتاريخ كذا I mean the intermediate main targets or objectives to monitor, measure and control the project duration فالmystone ده ده مالوش time ده يعني هون هو بيقول إيه أنا عند الحتة فلانية بكون إيه مخلص الحاجات الحاجات للقابل كلها من الأخير ده mystone حاجة رزاوي The successful results and milestones shall motivate the management and project team to continue working the project دي بتساعد في إيه بقى إن أنا في نص المشروع أنا بقوم مثلا أخلص الأساسات مثلا في مدة مثلا ستة شهر سبعة شهر سنة مثلا المدة معينة بكم معينة أنا لو نجحت في المالستون ده بنحتفل بيه نحن نجحنا و دي بتعمل دي بتساعد على إن يعني فيه مشروعات بتبقى بتبقى طويلة بس طالب النص بقى المستاذ بيعتبارها طويلة بكل قد إيه يعني يعني لبقى أنا لما بيبقى فيه نجاح intermediate يعني النجاح مرحلي نحن نحتفل بيه نحن نخلصنا الأساسات ونبسطنا وبعدنا مع بعض تردينا تعشينا احتفلنا بشكل أو أخر فلازم هذا الكلام والاحتفال برضو وأنا في البروجيكت لازم أشارك في مين الـ 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 الشركة أو المكان أنا بشتعل فيه محصلة هنا برضو قوالتي عشونس ده اللي هو إيه؟ اللي هي إدارة الجودة قوالتي عشونس اللي هي إدارة الجودة يعني في الشركة أو في المشروع قوالتي عشونس اللي هي ضمان الجدوة ضمان الجودة، ضمان الجودة ده ودي برضو ده ما هيش سر ولا هي حاجة قوالتي عشونس ده البروجيك مانجر اللي ما يعرفش قوالتي عشونس كويس أو التوب مانجر، ما دارس ما عاش قوالتي عشونس كويس عند النقطة الضحف كبيرة جدا جدا قوالتي عشونس دي هي السبب في تقدم الدول يعني نحن بنتكلم على الوقت على تقدم اليابان أو تقدم السين أو تقدم في أي بلد من البلاد يبقى أصلا السيستم بتاعها قوالتي عشونس دي ده السيستم اللي بيضمارلك المنتج يعني انت بتعشون ان السيستم بتاعك مزبوط ويعمل لك رطيق النرزات بتاعك فدي مهمة جدا البروجيكاركتوريستيكس بقى اللي هي الكاركتوريستيكس بتاع المشروع عبارة عن ايه بقى يعني المشروب بتاعي ايه المواصفات بتاعه ايه الكاركتوريستيكس بتاعته تيمبراري ده حاجة ما قطر دي حاجة أنا لها بداية ولها نهاية نهاية وبتخلص يعني المشروع في دين اللوب داية وله نهاية يعني غير الكاركتوريستيكس يعني غير اقدارة شركة اذا الشركة ما بتخلص انت الشركة مستمرة انما بعمل مشروع اللوب داية وبيكبر وبينزل تاني كده زي البلشيب او زي العمر بيبقى تيمبراري تيمبراري بيخلص سبيسيفيكس يعني محدد محدد تماما ايه الاهتاف بتاعته انا هاوصل ايه بكم وفوقت تعد ايه والفوقت بتاعته ايه بريفنج شانج نيونس اللي هي بريفنج شانج يعني تغيير الافضل نيونس يعني تجديد يونيكنس اللي هو ايه وتفرد يعني ممكن نكون يعني على نفس الطريق وفي نفس المنطقة ونفس الشارع وعمل مبنين القصاد بعض ونفس الديزاين بس هو كل واحد يونيك ليه؟ التفرد دا مش قصة ان هو مش السكلي او طبيع او المشروع نفسه لا اللي بيدير للمشروع دا هنا غير هنا يعني هلما عندنا مشروعات وكذلك زمان تدير لنا كامثلة مشروع زمان انا بتكلم على وصول قديمة شوية كانت الشركة اجنبية او مشروع وقدامها تكلام قديم على فكر قديم يعني قبل مثلا تمانين في المية من الموجودين معنا كله تولده شركة الانوبيه جاي بتعمل المشروع وفوشه فوشه قدامه على الناس في شلوك الشركة المصرية بتعمل المشروع دا هو 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 الشركة الاجنبية تخلص مشروعة سنتين او ثلاثة وتخلص وتمشي وشكة المصرية تحتشتغل في عشر سنين او اي احنا انا انا مش بقول الكلام دا انا بقول الكلام دا حبا حبا لينا والبلدنا واهلنا احنا عايزين نبقى نرجع تاني لان احنا طول عمرنا قادة ومتميزين على مستوى العالم كله مصر مصر والعروبة والاسلام عدنا سبعمائة سنة بنقول العالم كله واللغة العربية فكلنا قادة وما كانش عندنا حتى المكادي اللي عندنا دلوقتي عندنا المكادي دلوقتي ما ينقصنا هو ان احنا ندرس نتعلم الادارة كويس وعشان كلا دا اللي دعاننا ان احنا ايه اللي بدينا نقول يا اخوان احنا عايزين ننشر الفكر وفلسفة وثقافة الادارة يونيكنس يعني متفرد المشروعين اصد بعض انما ده في الشارق وده في الغرب دي برضو تديله تفرد مرتبط مرتبط بالايه بالتايم والكوست والكواليتي لو انا بدي المشروع التايم بتاعه فالت مني يبقى ما نجحتش الكوست فالت ما نجحتش التلاية ما ننجحتش فيهم ممكن ااجح عمله بالاستة sociology تأمر الوقت وساعد حرب مني يبقى ما نجحتش النجاح المخلوب انا خلصت في الان بتاعه بالاستة الا اخدت الكوست زاد للكاش اش imm eve نجحت التايم يبقى مetti الوقت نجاح JASON نضيف عديد اللي هيه الي هي الكاثم hin اللي هو رضا العميل جنبي دول يعني ممكن انجح في دول والعميل مش مبسوط مش حاس ان هو اخد النتيجة اللي هو قد يفكر فيها و اللي هو عاوزها دي من ضافة النهاردة كل السيستم النهاردة كل الآيزو في اي حاجة عنواع مختلفة من الريزورس اللي هي عناصر الانتاج يعني في الاول خالص مثلا في فترة الدزاين او فترة الدراسات بيبقى عندي ايه الريزورس المطلوبة ايه فخبراء وفنيين واستشاريين ومهندسين ومحاسبين واقتصاديين عشان الدراسات بتاعكم بيبتدي يدخل مثلا في الدزاين اللي هو مشروع بيبقى عايز مهندسين معمليين ثم مهندسين شئليين ثم مهندسين كذا بعد كده يخش على مثلا على ايه على على مرحلة حدام برضو بعد كده يجب ان يحتاج محاميين او مهندسين درسين قانون او الاخره يعني يعني different types of resources during the current life cycle نخش على ال construction حاليا عندنا برضو ايه different النوع من المصادق من عناصر الانتاج مختلف عن المحل قبلها multi-disciplinary activities activities multi-disciplinary يعني عندي مثلا 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 حاجات سبل حاجات معماري يعني احنا كده مهندسين بقولها بيبقى من ايه للخصص بتاعه يعني multi-disciplinary activities اللي هي بيستخدم انواع قيام عناصر الانتاج خلال دور الحاجات المشروعة دي الاشيطة وبتعدي التخصصات يعني التخصصات موجودة كتير في المهندس المدني المعماري في المحاسب في المحامي في المقاول في كل يعني كل ايه التخصصات المتعددة يعني complexity and dependency interfield effect of activities دي التعقيد والتبعية complexity and dependency الاشتباط الانشاطة ببعض ده مهم جدا ببعضه فيه عشرة ما بتبتري مع بعض start to start فيه حاجات finish to start فيه حاجات start to start to finish في finish to start دي نقطة مهمة جدا need of leadership leadership يعني هي اللي يسمى مدير المشروع ده يعني بقالنا مثلا في دول الخليج ما بتلقش عليه project manager بتكتب على مكتب ايه project leader انت محتاج لي leader لان ال leadership هي management لكن بخصائص ال leadership اللي هي فيها يعني اوسع واعمق واجمل في النتائج من just management leadership القيادة اللي هي ازاي الواحدة بقى مدير وقائد بحيث الناس اللي مثلا التيم اللي معاه يطلع بصورة يطلع فيهم معاه بيحقق ايه طيب ال legal constraints work laws في محددات قانونية قوانين العمل بتحدد لي مثلا العمال اللي يشتغلوا كام ساعة والشروط ايه والظروف ايه والامن اللي يتعملوهم ايه في ال taxes هذه ال constraints تانية عندي ضرائب او عندي taxes او عندي حكاة تانية تير جدا ال legal constraints قوانين العمل القوانين المرور والمو ايه ايه طيب what's the project management project management is planning organizing manager and control planning organizing leading management planning organizing leading و ايه ايه هوم ايه لاذاي المنا ايه الناس الماقمة البادующي و حوالهم الهداف بشكل صف أمين والبي ومحدد بالوقت بالكست وباليبال ومحدد ومحدد وده بتحتوي على اللي هي اللي هي تاكس بتاعت اللي در يعني اللي در بيبع عنده اللي هو مهام مهام القيادة تدابير القيادة لإنهاء المشروع أو in last words فرجمة is the application of a collection of tools ده تطبيق مجموعة من tools tools اللي هي الأدوات التكنيك اللي هي الأسليب to direct the use of diverse resources towards the accomplishment of a unique unique وانا مكلمة على the project characteristics وcomplex to come this project one time task with time cost and quality concerns وهو تطبيق مجموعة من الأدوات والأسليب لتوجيه استخدام الموارد أن نتعلم نحو اتخاذ مهمة فريدة ومعقدة مدة لمرة واحدة مع قيود الوقت والتخليفة والجودة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هو مدير مش رئيس الجمهورية رئيس أي مكان يعني ده بيجير الـ Director اللي هو المدير أو المدير العامي الـ Director ببقى عدلات أخو الـ Manager يعني بس هو الـ Manager الـ Leader برضو الـ Lead Supervisor اللي هو المشرف اللي يليد يعني ده دي دي ندمنا تنمز الـ Manager الـ Project Manager characteristics اللي هي معصفوه بقى المدير المشروع هو يعني هو يرفع الـ 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 استفتعته عشان يوريه لنا Works with and through others يشتغل معه ومن خلال الـ الـ بيرز رسپنسيبليتز بيتحمل المسؤوليات Define Priorities بيحدد Priorities اللي هي الأسبقيات Achieve balance between the different goals هو بيبقى فيه أهداف مختلفة هو اللي بيحدد بقى الـ الـ التوازن ما بين الهداف المختلفة الموجودة Decision Maker متخذ لا يشتناش حد أعلى منه يعني لما تقول المشكلة يطلع مدير المشروع من حد أعلى يبقى أنت مدير المشروع يعني إيه؟ إذا كانت حاجة بقى خاصة بالاستراتيجيات ناشية إنما خاصة بمشروعه لازم هو يحل كل مشاكل كل موضوعات تحت مشروع Decision Maker بيبقى قوة تفكر بطريقة منهجية و التحليلية تفكر بطريقة منهجية هو ممثل الفريق يعني أما الفريق بتاعه عنده مشكلة أو أي حاجة هو بيمثل هذا الفريق في أي مشكلة مع الـ مع الشركة مع الشركة مثلا أو من مؤسسة أو مع المالك اللي بديره المشروع Symbol of the organization in front of the others يعني أنا بقى شركة مؤولات مثلا كان شركة مؤولات دي يعني إيه؟ بقى شركة مؤولات هو في الـ project طبعا هنعرب بعد جايبنا الـ construction phase لكن هبقى مديره المشروع فهو Symbol اللي هو الرمز بتاع المؤسسة قدام الأقارين يعني شركة مؤولات وعني بديره المشروع بقى شركة مؤولات فمن الرمز بتاعه قدام الأقارين هو مدير المشروع هو دا يمسني كمالك أو كشركة أقصدنا أو أقصدنا ومن الرمز بقى شركة مؤولات تقصدنا يعني حنتكلم بقى كده على 7 phases لمشروع دا يحياته الإنسان بالظبت الإنسان وليد جنين الأول وبعدين وليد وبعدين رضيع وبعدين طفل وبعدين شاب وبعدين رجل وبعدين يعني عجوز او كهل وبعدين يتوكل على الله ربنا بقى بيبقى فدي الفيزة اللي هي ايه time period for the project duration الفيزة دي جزء من من دورة حياة المشروع يعني فيه pre-feasibility مشاركة ما قبل نقولها بعد كده وبعدين design وبعدين procurement يعني الفيزة عبارة عن time duration period فترة من مراحل المشروع separated من الباقي بتعمل فيها issues او بتعمل فيها procedures او processes مختلفة شوية عن الفترات البعدها او they are timely restricted and include the consistent activities specified results to attend دي الوقت بتاعها محدد وبيحتوي على انشطة وفي نتائج محددة ان هي ايه ان هي تطلع من الفيزة دي الحقيقة هن نتكلم على بعد كده على press 2 press 2 زي طريقة بريتش ويقايمة على موضوع الفيزة دي يعني انك بتطلع من تقسمة phase وتاخد تقسمة phase ويشاء الله ما نتكلم عليها طيب the project of life cycle هنا بقى حان ايه هتتطل الفيزة مع بعضها the project life cycle the sequence of phases through which a project will pass to reach its objective from its conception its completion يعني دي مجموعة المراحل اللي هي في المشروع من اول ما بيتفكر فيه لغاية ما يوصل للاهداف بتاعته يعني من اول conception ما هو فكرة في الاول خالص لغاية ما ينتهي an example of the sequence is pre-feasibility pre-feasibility دي اللي هي ما قبل دراسات الجدول اول واحد اول فكرة تيني او تيجي للعايزة لصحب المشروع for the linear validation of concept options ودي عاداتا ما بيعملها صاحب المشروع نفسي او اللي جد في المواقل فكرة نفسها ودي طبعا بيقعد يدرسها مع نفسه او لو حد يستشير حد او يجيب خبير او اخيره لما pre-feasibility دي دي حاجة شخصية جدا وخاصة بصحب المشروع عشان يعمل ايه يفهم ويقتنع المفكرة بتاعته اللي هي اللي معاه ان هي valid او feasible فنيا وماليا واتقاقلوا هدف معين اللي هو عاجة الفيزيبيليتي بقا detail investigation of concept viability الفيزيبيليتي بقا اللي هي ايه اللي هي الجدوة الجدوة دي مش جدوة مالية بس خليبا فيه جدوة اقصادية وفي اه في جدوة اقصادية فيه دراسات في المرحلة دي برضو اللي هي مثلا traffic impact في traffic impact اللي هي ايه اللي هي التأثير المروري في environmental impact التأثير على البيئة فيه دراسات تثير جدا في هذه المرحلة مرحلة الفيزيبيليتي وبالمناسبة يعني برضو في دولة فيه من دول اللي خليك حاجات متقدمة جدا انك ما مش حيوة توفق ويسألك على المشروع بتاعك اللي ما يكون عامل الـ traffic impact والـ environmental impact وكلام دي كلام دي كله عشان كده برضو فيه النظام الـ ISO اللي هو بيحدي كلام دي كله اللي هو مثلا بالنسبة للسيسم 1000 بلاحظة بلاحظة 14000 وواحد بنسبة للسلام والان فيه 14000 دولة ثلاثة انواع من الـ ISO ان شاء الله هتكلم عليه وضا من المتكلمة وضا من المتكلمة لو بقينا بقى المرحلتين دول تلقوا فيسبل وقتوا وانا خلاص احنا ماشيين ماشيين صح هيتكلم على الايه على الـ design هبتدي انها نخش على الـ design بعض عادة المفروض موديل المشروع يتحدد هنا مع الفيزيباليتي ممكن الفيزيباليتي ببقاش فيها موديل المشروع لان دي الاحتمال فيها انك تقول اه او لا بتبقى حاجة خاصة يعني بيبقى بيبقى الناس بيجوا في الـ freelancers بيعملوا بيتعامل معهم الـ client بشكل أو بأخر انما في الفيزيباليتي بقى مدخوا الفيزيباليتي في كلام ده كل من الاول اخر والدراسية وكلام ده كل بقى محتاج project management أو project manager ويعي ومفتح فبتبت بيجيب تطلق ايه الـ project management office اللي هي يعني تطور برضو في العشرين سنة للفاتحة نخلي بالنا من حاجة برضو عادي نقول نقطة مهمة جدا هنا الفيزيواليتي دي مهمة جدا في معنى ايه يعني انا لو عملت دراسات جدوى اقتصادية ودراسات جدوى كل المقلقة عليها traffic impact, environmental impact financial visibility كل الكلام يكون من اخره لو انا في الفيزيواليتي وحددت وجبت من دير المشروع وعملنا كل هزا الكلام وطلع ان هو مش فيزيبل وصرفت عليه مئة الف دولار ما استخسرش لو انا النتائج بتاعته ان هو مش فيزيبل ما اقولش لا ما اخدعش نفسي ولا اخدع صاحب المشروع واقول له والله لا انت مشروعك كويس وهو واي الاخد لان انت صاحب المشروع الواعي هيعرف انه لو صرف مئة الف دولار على مشروع مثلا فيه مثلا مئة مليون دولار ان المئة الف دولار دول ياما نجحوه ان هو يكسب من المئة مليون دولار مشروع ياما نجته ان هو يخسر فلوس دي او يخسر ازامه ده خفيف المشروع فمحنتش يعتقد ان لو مشروع وقف عن الفيزيبليتي لو صرف عليه اي فلوس ان دي فلوس خسارة لا دي فلوس ياما استثمرها وكسب ياما انقذ نفسه من خسارة مؤكدة انا بحاجة بقول الكلام ده ليه لان الناس كتير جدا يتيجي تستخصر يقول ده انا صرفت على دراسات كتير قوي ده انا ده انا ده انا لازم مشروع يكمل المشروع ممكن لو بحد بالعقلية دي حيشتغل وحيجي المشروع فلحظة من اللحظات حيوقف وحيتعطل وده احد اسباب المشروعات كتيرة جدا 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 مش بتكلم على مصر بتكلم على العالم كل كل بما في اغنى دول وبما في اغنى دول يعني اقتصادها قوي جدا عند مرحلة معينة بطيقى مشروع وقف مش ناكله بقى لان ما يعني ايه ما سمعش الكلام في مرحلة الفيزيبليتي وزي ما بنقول زي ما النجاح كوميليتف يعني انا بنجح في مرحلة او بطلع المرحلة اللي وراها تنجحها كده الفيزي برضي كوميليتف لو انا ما عملش الدراسات الفيزيبليتي صح حقوق على الفيزيبليتي ممكن تبقى ايه تأثر لو انا يعني ما ما كنتش طريح ووضح معا نفسي وعملت الامور احترافية و وحاجة طيسة المشروع بتاعي ممكن ما ينجحش معا الديزاين هنا في الديزاين الحلقة الديزاين برضو الفيزيبليتي والديزاين دي حاجة اسمها الايه الـ value engineering value engineering برضو دي موضوع مهمة جدا وقديم برضو من الخمسينات ومن القرن الماضي ما كانش وصل جامد بس هو دلوقتي حاليا موجود وعادي وازد عمل الـ ممكن نتكلم عليها ان شاء الله اذا كان في الامر لنعملها ايه ايه اللقاء طبعا نخلي بلنا من حاجة انا مش باتكلم كمتخصص في بكل الامور يعني انا مش مش برضو كلمة واضح يعني انت ممكن مع نفسك لو اقتنعت باي مجال من المجالات نبتاش عايزة بقى project manager ولقيت الـ quality management ماشي معاك ومع رابطك بداخل الـ quality manager وتدخل لغاية ما توصل تبقى 6 سيجما أو 6 سيجما وتاخد بقى الـ green belt و black belt ومصر black belt وتمشي في الـ top بتاع الـ quality مثلا لو انت حبيت الـ construction ممكن توصل الـ top وتدخل في الـ agile construction management يعني تبقى متخصص فيه حاجة من الحاجات دي كلها عنه لما كـ project manager لازم تعرف الكلام ده كله من الأول والآخر مش هتبقى متخصص فيه لما هم تبقى عارفه تبقى عارفه كويس قوي ان كل واحد من المتخصين اللي هيشتغله معاك هبقوا في الـ team بتاعك هتبقى عارف الـ outreach بتاعته ايه وبشتغل ازاي هتقدر تاخد منه ازاي عشان تدي بقية الـ team بتاعك الـ construction الـ construction الـ procurement here الـ design الـ design خلاص الـ design ده بيطلع منه لو بيتكلب على مشروع construction عم بحاجة بقول construction أن نحن غالبية ايه يعني اقراء يعني دابوا الفرنساويين بالـ construction الـ design بقى بيبقى المعمالي الـ إنشائي المكان يكلب يعني بيعمل الـ POQ اللي هي المؤيسة المواصفات الشروط العامة الشروط الخاصة كله بيخلص في مرحلة الـ design وبعدين بينزل بقى على ايه مرحلة الـ procurement الـ procurement الـ procurement دي بقى اللي مرحلة ايه؟ التعاقدات هي اسمها التوريدات يعني ففيما التجابة هتقول لك دي مرحلة دي في عمر المشروع اللي هي مرحلة التعاقدات دي أساسا ممكن تبقى التعاقدات بتاعة الـ التعاقدات بتاعة الـ suppliers لو أنا يعني المأس المشروع بتاعي مثلا او في suppliers معينين حيتخشوا أنا ببدل المشروع لشركة عامة وفي شركات متخصصة بها أنا أنا بجيبها لو بتخش الجوال اللي ضغر فيه ضغر مشروع اما إن أنا بجيب يعني مثلا لو أنا عندي مثلا نظام تخييف تخييفات كبيرة جدا وغالية جدا وعايز إن أنا لو هحط عليها مثلا لو هي حتكلفني مثلا 50 مليون مثلا في مبنى كبيرة في مشروع 50 مليون دول هيجي المين كونتراكتور هيخدهم هيحط له 20% مثلا أو 25% عشان كمكسب أو كريب حلو أو كمصريب أو إيه آخر يبقى أنا حتزود كم 12 مليون 3 أو إليه حاجة يبقى أنا ممكن إن أنا أعمل المانجمنت إن أنا أفصل الجزء ده وإيبقى هو مقاول متخصص وفي مرحلة البروكيرمان دي بتبقى إيه مرحلة بتعمل عقد خاص بتوريجات حاجات معيلة أو أي حاجة معيلة وبتخش بها الكونتراكت للمقاول وبرضو في المرحلة دي ممكن يتعمل العقد بتاع اللي هيشفعة التنفيذ ولو إن أنا بحبت قوي بفضل تماما إن اللي بيشفعة التنفيذ يبقى موجود من أول المرحلة مرحلة الدزاين الخنسطن بتاع الشفعة التنفيذ في ناس كتير جدا بتخلي الدزاينر هو اللي بيشف على التنفيذ فدي لها مميزات ومساوي في الناس تانية بتقول لا ده نافصل لازم تبقى داعا عندها فدي دي لها ميزات دي لها مميزات ومساوي مش موقعنا للوقت لكن برضو نقولها يعني لو أنا بعمل الدزاين ولا اللي بنفذ لو عندي أي مشكلة في الدزاين لو أنا بنفذ عمري ما حبينها ولا حكشتها ولا حقول في إيه إنما لو أنا كعمق كمشرف وجاني وبدأ من دزاينر تاني ولقيت فيه غلطة أو فيه أي تجاود أو فيه أي حاجة قدر أرجع وقدر أصلحه وأنا بإيه أرجع بتاني طبعا غير المراجعة بتاعت الماء يعني 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 كل حل في الدنيا لول الـ 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 بيحصل فيه بقى بقى اللي هي اللي هي طلب طلب أروض أو طلب مقاولين أو طلب ممردين أو طلب الشاردين حتى وبتقارن ما بينه فيه بروسس فيه بروسس الكلام ده كله فيه برضه لقاء هنكلم فيه على PMO هنكلم فيه على كل الأنشطة بتاعت كل مرحلة من دول وحاجباً وبعتلقوه جميلة جداً وبسيطة جداً وعملية وكل حاجة بنوصل لمرحلة ان احنا ايه؟ مرحلة بروكورمان دي بنوقع بقى مع ايه؟ مع المؤولين مع الموردين مع الشادين بتصرف على التنفيذ اللي هما هبتدي ويشتغل بمرحلة ايه؟ الـ هنا بنابتدي نخش في الايه؟ في الـ بروسسسيز بتاعت ايه؟ بتاعت الانتاج النهائي بقى للمشروع هنا بيبتدي نبتدي نشتغل بقى على المشروع سواء هو بشكل أو بأخر حتى لو اي تي حتى حتى لو مشروع اي تي هو حتى مشروع اي نوع من المشروع الـ لكل الحاجات الأبريكية وزا ما اتفقنا وقلنا زي ما النجاح كوميليتف الفاشر كوميليتف والكوميليشن الده بيجي ازاي اللي عم في الفيزيباليك كويس انقلها الفيزيباليك كويس انقلها الدزاين كويس انقلها الـ لو كل دول يتعملوا كويس وصح وما كانش فيه متجاوزات هتدخل على الـ هتلاقي السايت بتاعك او نشور بتاعك ماشي زي الفول وما حدش حية حية ما هتلاق لقش بقى كل شوية تغييرات وقراء وافكار كله لا الـ كل اللي هيعمله انه هم هيعمل اس بيلد دراونز وهيعمل 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 ان شاء الله هنتكلم عليه برضو في الحاجات اللي جاية وهنتكلم عليه علمي وعملي مش هتكلم عليه منوجب مثلا اي دراسة او حاجة لا علمي وعمل هتكلم عليه فالـ ده قايم على الـ 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 هيحتاج يعني ايه يعني مجهود كبير قوي في الـ وده بقى اللي هو اللي هو يحول بقى في أفكار كله من وخيرها اللي بيجي كله من وخير لحاجة ايه حاجة حاجة ممسوكة في إيدي يعني انا الفخرة كانت في المستشفى دي هتطلع من هنا لمشتشفى فندق هتطلع من هنا لفندق بروغرام مثلا او في الـ او او اي اه الـ خلصنا ده الـ الـ بانعبول الـ ابنترل أنا بستلم المدني وبستلم الماني vita وبستلم الميكانيكا وبستلم الكهربا وبستلم الفرش وبستلم كل حاجة الرابةة عامة في فن ومسا او في الشاشفة او او الاخ وبستلم اكلية طبية بستلم كل عينتهم والاخرى طيب كل واحدة فيه ما استلمتها 100% صحة ومظبوظة و اقود انتو سبكس و اقود انتو نوز و اقود انتو اي حاجة طيب انا هاد ممينين بقى الحاجات دي كنت نقولها على بعضها بتشتغل مع بعض كويس دي بقى الحاجة اسمها commissioning commissioning ده بيبان واضح جدا في مشروعات زي ايه زي البطول زي المصانع المصانع الليه مثلا متقدمة فده اللي بيحصل ايه المشروعات العديلة في في مهانسين commissioning في خطاع البترول في مهانسين متخصصي في commissioning يعني commissioning engineer ده بقيش حياته كلها commissioning engineer يعني الموضوع مش سهل يعني لما بيبقى في البجال البترول او petrochemicals كامل كامل اخره لا لو احنا بخصص عارف حيزبط ازاي وهيعمل ازاي لو احنا مثلا في فندق بيبقى حاجة اسمها soft opening بفتح ما بفتحش 100% وسهل حاجة كلها مع بعضها بقى تاكسوب مع الانوار مع الاضاءة مع الغز مع الشباكات مع حاجات من اول اخوه لفترة ايه معينة شهر شهرين تبقى بقى policy بتاعت المكان المانجمنت او الفاصيلات المانجمنت هو اللي بيحدي بقى commissioning قبلها هيبقى ازاي وده طاعت الامر الجوزة من الاول خالص ومحطوطة من ضمن project phases with project timing and putting into operation انا استلمت الحاجة بتاعتكم والاخده هحط المشروع بتاع commissioning عشان كده دايما نحن في construction بنقول ايه فيه سنة ضمان سنة ضمان دي حين بيحصل فيها ايه ان انا بتأكد ان كل العناصر اللي انا حضرتها في المشروع بتشتغل مع بعض كويس يعني كارلو شغلة كويس مع المكان هيكا مع المعمادي مع التشتباط مع الـ مع اي حاجة موجودة في المشروع مهاجز مش قصة ان انت عملت حاجة وحشة لا انا استلمت كله 100% بامتياز لكن شروع مع بعض ممكن اللي فيه حاجة يعني اما بتشتغل مع بعض محتاجة ايه تعديل معين محتاجة دراسة معينة محتاجة اضافة مهاجزة فاحنا اللي بنقول ويه دي المرحلة اللي هي بنسميها التسليم الابتدائي ده الـ expression اللي هو موجود عموما عشان استعرف يعني محتاجة الـ expression بيطلع من دي ايه ان اللي هو اللي هي operate بقى اللي انا بعمله يعني لو انا بعملته مصنع بسلمه قدرة المصنع بقى اسمه facility فاصيلتي فيه حاجة ما فاصيلتي مع نجمة انا الحقيقة ما يعني ايه ده الحاجة الوحدة غير project مع نجمة فدي برضو ممكن حد يحب ان هو يدرسها في الـ operation الـ operation مختلف عن project الـ operation ده انت بتعيش حياتك بقى بحاجة معينة يعني ده system خلاص بشتغل في مصنع هبتشتغل في مؤسسة هبتشتغل في مستشفى هبتشتغل في اي حاجة اي حاجة operation يعني شغال بقى operation موش project مش حاجة تبتدي و تنكهي يعني project ده زي ما قلنا بالكالب كالترس بتاعته ان هو حاجة temporary و بيخلص انه في الـ operation لا انت سلمت المشروع بتاعك بقىش اسمه مشروع بقى اسمه مستشفى بقى اسمه مبنى داري بقى اسمه فندق بقى اسمه اي حاجة hand over project close out and post evaluation evaluation جعل فقط G&N مش قول بس هو يظهر الصور ده مطير شفى post evaluation hand over بقى ان انا بعد سانة الضمان او بعد فرحالة الضمان اللي انا عملت فيها commissioning و putting to operation في فترة معينة خلاص بقى الانتاج او الاستخدام بتاع المشروع بتاعي بخل في الـ operation بتاعه دخل في الـ كلها بقى زي بعضها بقى زي بعضها بقى تقدم بعد كده في اداء في زيادة حاجة في عمل حاجة لا الاصل انه بقى normal خلاص فبعمل hand over اللي هو في الاحاجات بتاعكنا بعد السنة بتبقى اسمه سامسة الضمان project close out بقى في البقى المشروع بقى عمل تسكيم نهائي بقى المقاول حقه لو في اي problem ما تيتحل المالك بياخد كل documentation بتاعه الحقيقة من اول المالك بيرجعله كل documentation لو اعطي machine لو اعطي اي حاجة اللي ينفزله بترجعله تاني بشكل أو بعض كل التشغيل بازاي يعني لو في checklist checklist القطع الغيار يعني الكلام دي كل يعني حاجات كتير جدا بتبقى ايه في مرحلة commissioning وفي مهات close out post evaluation بقى عبارة عن ايه دي مهمة جدا برضه فيه ناس كتير بتهتمي بيها ودي الناس اللي عايزة تستمروا وعايزة تشتغل وعايزة تمشي كويس ال post evaluation عبارة عن ايه ان انا كل الفترات بتاعت المشروع انا مريت عليها طيب انا لما بععد اسجل واقيم كل الفترات بتاعتنا كلها ملومة اخينا انا يعني ايه بقدر انها يبقى دا درس مستفاد نوع مت اي مشروع مشابه له حن ايه حنقدر ان احنا نتعلم وتفضل عندنا ال data دي في ال system بتاعتنا بتاعت الشركة بتاعت المكان او بتاعت المانت او بتاعت ال operation او بتاعتنا يعني كشركة واي مشروع جايني تاني بعد كذا امعارف وزودت خبرتي وعملية operation project structures , rubber down is a structure destruction of the project into work elements δ state It's graphical representation او كنا متكلم من شوي و كنا متكلم على جسم باين تحويل المشروع الى elements ويقوم بتعملها مع بعض ويقوم بتخلصها مع بعض بحechت ان يعني ايه فالاخر او may be structure product object function alternative or any other way combination of previous يعني... يعني ممكن انا بعندي يعني اوقب بالنستوار ممكن انا مثلا اوقب بالنستوار اوقب بالنستوار بتاع بتاع الشركة مثلا الشركة دي ممكن تبقى فرق هنا فرق هنا فرق هنا فرق هنا دخلنا في ال geographical وبعد جيوغرافيكا هي responsibility بعدين function بعدين object بلايه program يعني ان الوربودان structure ما هيش حاجة جامدة هي حاجة بترتبط او بتتعلق بنوعية المشروع او بنوعية الشكل اللي انا بديرها او بنوعية الهدف اللي انا رايحه it ends in areas of work or work package بتصف الاخر يعني بيبقى فوق يونت واحدة تحتين مثلا 10 يونت تحت العشرة يونت ده فيه 30-40-50 يونت او اكثر تحتها اللي هي ايه مثلا الموصل اللي هتت مثلا انا ايه work package مثلا خرصانة مصلحة للأساسات او مثلا ايه اعمال المباني لدور الارض يعني بيبقى فاكش زغير كده انا اعرف اشتغلك الحقيقة المحاضرة دي او اللقاء ده انا محبش نسهم من حاجة محاضرة ده لقاء واشنكون لنا يعني بنستمتاع بوجودنا مع بعض اه 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 الكل الاجندة ما عادة اه اه تلت نقط تلت نقط دولة اه افتا عم نزلهم بارتو ف يعني انا مش عايز يبقى الدم تقيل ويبقى من اول مرة كده حنقعد مسلا اربع ساعات في المحطرة في اللقاء يعني انا انا جاهز انا بستمتع جدا انا قاعد معكم بشرف انا قاعد معكم لكن هل يعني اللقاء اللي بعد كده حنتكلم فيه عن الثلاث طرق اللي هي يعني في اللي هو الـ PMP وحنتكلم على PRINCE 2 حنتكلم على IPMA وحنتكلم على ده 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 مواضية طويلة وكويسة وعايزة يعني ايه اه 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 مهمة اه انتو اصحاب الشأن عايزين واطول من دي على فكرة اه هل انتو تفضلوا ان احنا نكمل ولا اه اه اتسنافت ده يعني احد الوقت احنا نبقى اه اكتر من الساعتين اه حابين ان احنا نفتح مجال الـ discussions اه مجال المناقشة وشوية كده timing بقى يعني 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 اضاء البشمنس عمر هو اللي بيدير هو المانس محول بيدير اللقاءات ودول الاساس الكبار بتوعنا يعني اه يعني انا بخترح ان احنا ايه ناخد رأيي الناس هل انتو اه تكملوا ولا 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 يعني تقيا كده النهاردة اه بشمنس عمر بشانس عمر بشانس محمود بشمنس بشمنس عمر يعني انا شايف الاعداد بيقى الاعداد بيقى الزايد انا مش عارف هل نكمل ولا سنفت داي فين بشانس عمر مش موجود طيب انا حسألكوا سامعليك انا موجود بس كان معمول لي بيوت اه انا مع حضرتك اذاك طيب اه هتاسأل سؤال اه الوقتي احنا عد علينا ساعتين سوكين هل حضرتك شايف ان احنا يعني يعني لو هنشتغل على على الحضرة اللي وراها كان مختبطة بيها مش تقال ان ساعة ونص كمان طيب لو ممكن بعد اذاك حضرتك يا دكتور نلتح بابا الأسئلة اه افتح افتح افتتح Gay لو الي حاجة على سؤال بس kommen يعني اي حاجة عن سؤال يعني عمل propaganda يعني اي حاجة عن سؤال يعني انا صحول المايك بحيث ان هو اللي عادت من اسؤاله يسألك بالظبط 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 وانا لسه داخل محاضرة دلوقتي سأزمك لو في اي ملخص لبرنامج الكورس عشان انا لسه داخل دلوقتي وليسه عارف المعاد متاخر معلش هقول لحياتك على حاجة هو طبعا اللي ممكن يرضع كلام ده بشمانس عمر اللخاء ده كله متسجل طيب تمام كويس متسجل وحيبقى مابود على هو عشرحلة وشان عمر تفضل حياتك عشي معكم فين وانا بينزل عندي ان شاء الله على اليوتيوب بعد إذن البشرانس عمر طبعا وشوف هو ياهو ياهو يبكرش على حضرتك تقدر تشوفها فين تماما دكتور ان شاء الله هنعمل جروب وهننشاء الحاجات كلها وهتبقى على قناة حضرتك وان شاء الله برضه تبقى موجودة على قناة بين عربية واللاحظات شايفة دكتور بإذن الله لا ممتاز لا انا خلي بالك يعني ريدي لكل حاجة بس انا يمكن بحطها على اليوتيوب عندي نوع من يبقى ايه اليوتيوب اللي يبقى عنده كل الحاجات كاملة عنده اللي عايش يكمل يعني يبقى فيه فيه ريفرنس واحد مثلا عايش يرجع عايش يستفى معنا حاجة اكتر او الاخر طيب طيب تروسيد يا بشمانس احنا بلتعبك معنا بشمانس وعمر تترخيرك والله لا لا عفو بكر الله كمو بكر والبشمانس محمود الحقيقة ربنا يبارك فيكو يعني شاء الله طيب طيب اشوف حضرتك لو فيه اي سؤال تاني طيب ايه حد عندها سؤال تانية او حد ايه عن سؤال ده مش شرط في موضوع اللقاء ده يعني اي حاجة في المعرج متعموما شايف اي حاجة احنا برضو نستفيد برضو ايه بلقاءنا مع بعض وانا تحت عمرك وطبعا نفضل ايه بحاجة جوة السياق فهو يعني نسمع نسمع حضراتكو يعني ايه الاخبار لا الحمد لله الكلام واضح مفيش اسئلة الحمد لله ان شاء الله المحضرات اللي بعد كده هتلاقي اسئلة كتير بزنين يا دكتور لا انا بصرف النظر انا يعني اصوى لا لما يبقى مفيش اسئلة يبقى اه في ابو بكر عمر عمل بلس حاجة شوية حضرتك مفيش حد ايه سؤال مفيش حد له ايه حد ايه استفسار عن اي حاجة حتى برا يعني مش لازم في نفس الموضوع يعني ايه حد عنده يعني طب هل لا يعني بتالي حرام ان احنا نشاركة من ساعة ونص عشان الناس طبعا كل واحد عنده اتزامات وعنده وعنده يعني 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 ايه كله مجال في المانجمينت واحد حد استخرج عايزة تقول في المجال المانجمينت يبدأ ازاي يعني نعملية بسيطة جدا يتابع معانا تمام يتابع معانا حيعرف خلاصة يعني خلاصة مش عادي اقول كم سانة عشان ما تتخفضوش اوي يعني خلاصة ازاي وهياخد مش مش يعني كلام هو قد يكون درسه في الكلية عنده يتابع معانا ويبص ويكمل دراسه معانا حليق نفسه اخد خبرة مش اقل مش شغل 15-20 سنة ده كان انا بقوله يعني استغفر الله يعني يعني ما فيش يعني يعني فيش باب احسن من لنا كتير بسبب المتخصصين في اي حاجة انا مش بقول يعني مش احسن من حد بس فكرة ان احنا لادارة المشروعات احنا بنقدم لابنائنا والزملائنا والاساساتنا الخبرة في الاثنين مع بعض يعني انا عادة يعني ده كان الديسيجن حقيقة اللي ربنا الهمني بي اوه متخلقت من كلية انا بقى ايدي اليمين العلم وفي ايدي الشمال البراكتس وما قرش عند نقطة معينة يعني احنا ما كنا ما كنا في كلية ما شوفناش كالكوليتر كنا بنشتغل بسكلاد رول طلع علينا اليمينشن كلنا وخير لو احنا وقفنا على الكلام اللي انا عميه كليك هزمان نهاردة ما هنشعر فين نكلم حتى اي حال فالتطور فانا ردي المبسط لأي حد عايز يعرف يعني ايه ماناجمنت ويعرفه بشكل مبسط وبشكل براكتكال جاهزين احنا موجودين ان شاء الله ربنا يقدر لنا يعني تقدروا لنا البقاء يعني واذن لنا باللقاء احنا موجودين ان شاء الله بنفس حضرتك نشاء الله عمر سيدي كل خير انها ان شاء الله كل يوم حد هنجتمع على موضوع معين واللي هيتابع هيمشي معانا بهذا الشكل هليقي نفسه شاف حاجات خطيرة جدا ممكن دعوا المدة البيرة ما نشوفهاش فالعايز يعرف اي حاج خليني نزبع مع بعض ده مش اعلان لحاجة انا مجدين لحاجة يعني ايه لولادنا كلهم من الاول الاخر الله يا كرمه في سؤال بيقول انا بخاف هل ممكن اكون مدير يعني هو خايف ان هو يكون سبب في فصل حد او يكون سبب في ان حد يسيب الشغل فازاي يقدر يكون هل ينفع يكون مدير؟ طبعا ينفع يكون مدير نفيش حد ما يفعش يكون مدير نفيش حد محدش يعتقد ان هو اي مشكلة عنده لانا سعيد جدا ان هو بيقول على نفسه كده يعني هو كده في حاجة اسمها انت نخلي بانها نحن انا لما باجي اقدم على مدير مرشوة داو في حاجة اسمها self assessment يعني في نقطة دي هنشرحها ان شاء الله في النقاء اللي جاي حسنا دا انت بتتقدم بشيك شيك في النقطة المعينة معي او لا انا عايزة اقوله ايه يعني خلينا مع بعض وبإذن الله بإذن الله ربنا اضرنا وان احنا ايه كل اللي يقع هتلاقيه يعني المعلومات بمجرد ومناخد حاجات وذلك بيقول ايه انا مقصوط ان مجرد هو اللي قال المدروتي انا بخذ من حتة معينة يعني هو عمل assessment لنفسه فما بتجيزي تقادم مع المدير المشروع دولي عشان تبقى تبقى يعني ايه اه 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 ا اه اه اقريدية يعني في شهادة مدير المشروع دولي انت بتدخل بتعمل شهية اسمه self assessment انت بتعمل assessment نفسك يعني حتى فيما بدي قولك اذا كنت تSabقل assessment صح لنفسك تبقى انت تفتح في تعمل assessment لحد ثاني وبالدرجات معينة يعني knowledge areas كلها والمشروع اللي حتبان ان شاء الله ففي لقاءنا اللي جاء الله بين اللقاءنا ان شاء الله يا ربنا احيانا وازلنا باللقاء. فيه حاجات كتير. هو حيقارن بقى. محدش في الدنيا يقول انا اخايف. اه اه كويس. كويس انا بحصل كده. انما فيه طرق كتير جدا ان هو يعالج هذا الموضوع. اذا عرفت ده. عرفت ده واحد. انا عندي مشكلة في حاجة معينة. بقدر اعالجها بقى. والجميل ان هو اعلن. يعني انا يعني في واحد يقول انا مثلا بخجل ان انا اقف اعمل بريزنتيشن. انا جميعا دورات التدريبين اللي عملتها في حياتي. لازم قبل في نهاية اللي بعملهم بكل اللي بيحضر بخليه يختار نقطة معينة حال بلادي بريزنتيشن. يعني هاو تدو اي بريزنتيشن. فمدير المشهول لازم اعرف ايان بريزنتيشن. ويعرضه. فدي الفكرة اللي برضو موجودة من ضمن الافقال اللي احنا يعني اهو بقى. الطريقة اللي انا نقولي كلامنا. ان اي حد. بعد سبعد ما نعمل. هاو تو بريزنتيشن. هاو تو مانجي فريزنتيشن. وهديك او اي مانجين. او مانجين. او مانجين. بعد ما ما هشوف اللقاء قد تدي كلامنا. هنقط من كل واحد عاوز يعمل فريزنتيشن زي ده. ممكن يضي يبقى كل واحد برضو طلع بفايدة كونكريت. موافق معي عرشانش عمر? اه طبعا انا كده استاذ. خلاص. يبقى احنا حنحدد مثلا في ممكن في المنتصف. بس نخلص الاول ناخد ناخد وناخد التلاتة دول هنقول والله اللي عاوز يعمل مثلا في ربع ساعة في تلت ساعة نقدر اي يوم من الايام دي يدخل بعد ازنا حضرتها وحضر برضو حدير واحنا كلنا هنسمعو وحنشألو وهيبقى ايه بقى احنا ايه عملنا ترينينج للناس انها ايه وبقى احنا كده دي فكرة والله يعني ربنا الهمني بها وانا بعملها من زمان يعني ايه عشرين سنة باي اي دورة دورة سواء مدفوعة او مش مدفوعة او في السايت او ايه هتا بخلي باوي الشغال معي عشان يطور نفسي بـ project manager بعدك ودي فادة الحقيقة باي project manager هذه فكرة انك تطلع من ورق ناس يعني فهم انها دورة مشروعات وتطلع من ورق ناس هتشتغل مديرين مشاريع او مديرين شركات هتفرح بيهم جدا يعني الاحساس ده هتفرح بيه واتحسن ان دي النتائج الفعالية بتاعتك كواحد اشتغلت ومارست وبعد عليك الناس كتير فانا سعيد بالسؤال وثق ما حد ما حد لا لا يحرج ولا زي ما يقوله كيش زي ما بيقوله بالبالة دي انا هو يقول انا عندي الحدة فلانية وعايز اعالجها في شكل معايد عايز اقام برايفت انا ما عنديش مشكله خالص ايميلي عن حضرتك ابعاثه لأي حد عادز اي سؤال واحنا ده دورنا وده واجب علينا كل من اقوله الاخيرنا وده يعني ده يعني ده واجب يعني واجب حقيقي يعني تماما بشانس عمر؟ تماما يا استاذ نعم الله كلمة استاذ نعمر تماما يا استاذ نعمر انا الحاجات اللي هي متعلقة بالانسان بكلم بشكل مصر تماما اه في سؤال بيقول لو انا عايز اكون مدير مشروع هل لازم يكون كل حاجات التكنيكال اللي متعلقة بالمشروع؟ لا طبعا لا طبعا مين قال كده؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ فيه شركات مأولات اللي بيديرها محاسبين وعلى فكرة ادارة المحاسبين بتبقى اقوى بكتير جدا من دارة الموسيل لو المحاسب كويس وبيدير مشروع يعني ويخلي بالنا من حاجة الادارة لا علاقة بالهندسة الهندسة حاجة؟ والادارة حاجة تانية لان انا برسونالي نمقول حالتك مرة من المرات انا يعني هنا في اسكندرية فيه الاكاديمية موجودة كان فيه مانجمين انفورميشن سيستم انا طبعا في الانفورميشن سيستم انا مانش خبير بالعكس انا بس على الاحفادي النهاردة اعملي حاجة معينة على الكمبيوتر او على اي جهاز هم اشتر ملايين مرات مننا بس انا فاهم الانفورميشن سيستم انا فالمانجر يتابع بس معانا ويعرف ان المانجمين ده هو الفور فانجمين الفور ريزورسس ببساطة شديدة وحلقهم مواضيع ابسط بكتير من اي حاجة بس يتابعنا بقى خليه معانا ما يسبناش واللي عايز بلو حياتك ممكن حياتك عارف اليوتيوب عندي يقدر يدخل على اليوتيوب ويبص على كل حاجة هيبقى برضو فاهم وعارف انا هنتكلم في ايه لان انا فيه بارشال فيه حاجات هنتكلم فيها موجودة او ريلي هناك اللي عايز اخد فكرة ويحضر معانا ماشي اللي عايز يستنى ويكمل معانا ماشي يعني كل شيء يفتح لأي شخص اللي عارف معلومة انشارها اللي عارف طريق لحد ويقول لنا احنا كمان احنا بنبص ونتعلم فدي مسؤولية كلنا احنا نقولها بنشيلها مع بعض وكلنا بيحصل لنا وقاطعا انا نفسي بعد هذا العمر وبعد هذا السنوة دي الخبرات انا في كل بريزنتيشن بنعمله وكل لقاء بنعمله بنشاهد فيه حاجة كتير جدا طيب فيه سؤال بيقول ما هي عقوبات ادارة التغيير في المنظمات وكيفية عمل خطوات ممتاز ممتاز السؤال الثاني برضو ما هي عقوبات ادارة التغيير في المنظمات وكيفية عمل خطوات لها طيب ادارة التغيير ان شاء الله فيه لقاء هيبقى خاص بادارة التغيير ادارة التغيير ده ايه انا انا او ما يعني ما او اللي با عملتوا حتى كتفل السعودية تحديت الناس كلها والترهم هتولي حاجة واحدة بس ربنا نخلقها سابتة ربنا ما خلقش أي حاجة سابتة والتغيير ده المهروض التغيير احنا بيقصد به دايما التحسين اللي ما بيتحسنش مش هقف مكانه ده حياته راجع وحياته خلف عادة رابط التغيير بيبقى لأسباب كتير جدا هنقول بصارعة يعني يا إما من ناس جوه المؤسسة خلاص يعني بيشتغل في المؤسسة دي بقى له مثلا خمسة عشرين ثلاثين سنة وفاكر ان هو اللي بيشتغل وده يعني فيش أحسن منه وإلى آخره يا إما مستفيد منه يا إما مش عايز حد يطلع عليه يعني في ناس يعني رفض التغيير لموضوع كبير يعني فيه أسباب كتيرة له وفيه حاجات بوزيتف حاجات نيجاتف كتير فلازم الأسلوب اللي يتم به إدارة التغيير يبقى أسلوب منهجي وأسلوب علمي وأسلوب يحاول يقنع المؤسسة نفسها يبقى الناس اللي شغالين في المؤسسة نفسها حاسين إن التغيير ده اللي الأحسن ومصلحتهم يعني ما حاجش حاجة إن أهل بنغير علشان حيأثر على حد يعني أمش بيعمل تغيير في المؤسسة علشان أمشي ناس أو عشان أقل الحاجة أو عشان نزل واخد بالحضرتك يعني دهما الإنساس الإنسان أولا عضو ما يجهن فالحاجة اللي مش عارفها مش هيتفاعل معها ومو هيبقى وحيبقى ضدها فأنا لو مش عارف إن التغيير ده ومش مقتنع إن هو حيوصلني لحاجة أحسن يعني أنا ما باجي أعمل تغيير مثلا في شركة أو في المؤسسة خلاص التغيير ده عشان يعمل إيه يحسن الإدارة يعلل إنتاج يعلل مستوى الناس اللي الموجودين لأن كل واحد حيبقى مثلا بيشتغل مثلا رئيس قص حيبقى مدير المنطقة اللي حيبقى مثلا لو أنا بيشتغل في المركب مثلا بتاعي كسانوي مثلا خمسين مليون أنا عايز أعمل تغيير بعشر أخلي مية لما يتغيروا اللي مية أنا أسأل للتاع أوليكم بتاعي لأن ما أنا بأخذ مثلا خمس تلاف حيبقى عشرة يعني لازم الإنسان اللي حيشار في هذا التغيير أو في المؤسسة يارف التغيير ده لمصلحة هو الشخصية ولازم يبقى فهم هذا الكلام فخطة التغيير نفسها لازم توضع بشكل إن هي إن الناس كلها تشتغل معاك وتحس بأهميتها ولما يشتغل معاك ولما مش هشتغل معاك حاسس إن هو هيزداد حاجة هيتحسن في حاجة أو هيكسب حاجة أرجو إن الرد يكون واضح ولا محتاجت حاجة تانية لسه لا ترام واضح يا دكتور بارك الله فيك رجاي إن اللي عايز يسأل السؤال يعني نعرف اسمه بس يعني ولو إن احنا إيه يعني ناخد نحنا مع بعض يعني لأنه ده في الآخر هنخليه يعمل لنا بازنتيش وحنسمعه وحنسأله وحنسأله وحنستفن منه يعني وفمفيش أي حرار لأي حد ولا يجعنا كلنا يعني يعني أهله وإخوة وزمله وأنا أب وجده يعني يعني وتحت أمرك يعني ربنا أحفظك أبوش مهندس ويديك الصحة والعافية إن شاء الله الله يبركستيك فيه سؤال ثاني فيه سؤال بيقول لأشماندس هل الكميشنينج يدخل فيه فترة ضمان حسن التنفيذ ما هو الكميشنينج ده هو فترة الضمان الكميشنينج ده يعني بالنسبة إحنا إحنا فترة الضمان بتاعتنا بتبقى سنة دي فيها الكميشنينج كمان يعني الكميشنينج ده عبر عن إيه زي ما قلنا أنا استلمت كل حاجة سليمة استلمت المعمال السليم الإنشاء السليم اللي كان كان سليم الغازات سليمة كل حاجة سليمة كل حاجة سليمة الشغل دي كل مع بعضه ده اللي هو الكميشنينج تمام؟ إنه نتأكد إن كل عنصة اللي حتنا مع بعض شارت مع بعض وعمل الكفاءة المطلوبة وعمل التارجتس اللي هي المطلوبة فدي طبعا جزء من فترة الضمان أو هي فترة الضمان هي فترة الكميشنج وصلت لوصل يعني يعني رد واضح يعني ولا فيه فيه تساؤل أكثر بحج الشحرك من السؤال على الفكر أنا يعني ما 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 فيهش أي حغب خالص يعني فيه أستاذ زكي أحمد أنا بشونس أحمد بشونس أحمد سواني بفتح له الصوت بشونس أحمد بشونس أحمد بشونس أحمد بشونس أحمد يعني شباشي بحاول أطاع له الصوت مش عاربين مش كده أه السلام عليكم السلامة الله وبركاته أسوالي بشونس ما علاش ازاي حذلك كان هناك كونستركشن مناجر سواء في مصر أو في الخريج العربي وفي الشركة الأوسط يعني أو في أفريكيا فأنا حذلك خبرها ثمانية سنين دلوقتي في مشاريع كونستركشن موقع أيبا وبعزات محا في المجال دي يعني أكون كونستركشن مناجر إن شاء الله في شركة كبيرة يعني ايبا. اه فاكدت حاضر حاضرك ابدأ الكرير ازاي يعني الاول خطوة? لانك تبقى انك تبقى اه ان شاء الله انا بطمح في النقطة. انت حاليا انا حاليا مهندس موقع خبرة تمام سنوات. ممتاز انت بس انت يعني ايه? ممتاز انت يعني ايه? اه يعني اه هقول لك على حاجة. انت خط التكنيكل كويس قوي. يعني اذا نزلت موقع هتشعل مهندس موقع ممتاز. خلاص? تمام سنين انت ممكن تبقى مش تنسركشن مارجر يمكن تبقى بس في شرط. يعني احنا دايما في اه يعني احنا اللي بيدفعنا الكلام ده ايه? يعني احنا انت عندك تلات حاجات اساسية عشان تشتغل او حتى حاليا يعني. اول حاجة ان انت بعد الاربع خمس سنين انت بشار مهندس بشار تكنيكل خلاص? مهندس موقع اه. حينضف لك كلمة سايت مانجر او انت عارف يعني ايه مانجر? لازم تبقى عارف. لازم تبقى عارف. خلاص? اه انا رائي 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 تبعنا خليك معنا انا مش بعمل دعاية لحاجة خلي بدك. بس انا بقولك كده ليه? انت كمهندس عندك ثلاث حاجات. او مش مهندس بس. عشان تنجح في حياتك وتستمر في هذا العالم. اول حاجة اللغة. هتستغرب من الترتيب. يعني الانجلس بتاعك لازم يبقى as much it's perfect as much you will proceed and you'll be better. يعني احنا زي ما بنقول اللغة العربية كانت اللغة الرسمية للعالم كله اكتر من 700 سنة. لما كانت العرب يعني ايه هما اللي بيديروا العالم. نهارده اللي بيديروا للعالم اللغة الانجليزية. على الرغم انل الي بatique في العالم اللغة الانجليزية. يعني كل ما ما حتدقل اللغة الانجليزية كل ما هيبقى عندك الخطأ لانك تتطور. يعني برضو اغلب غالبتنا مراجب اللغة الانجليزية. ما لازم تتطور لغتك. انا بقولك على الخطة اللي انت تعملها لنفسك. يعني انت تحضر معانا على فكرة. يعني طبعا انت حسيت بجده حسيت بالنية دي. احضر معانا ان شاء الله. وان شاء الله ما تغيبش علينا اولا مرة. الشرفية واشمانس والله. ادي واحدة. تاني حاجة بعد اللغة انك بعد اربع خمس سنون Um中国人. انك تعمل بقى كلم بنحكي على ايه دلوقتي كليم على رخ buy away وكليم اقول اخرا. وكلم ده كله هتلاقيه واضح في اللقاء بتاع النهاردة اوله. يعني ده راجعه تاني. يعني ادخل على اليوتيوب بعد جده ايشوف اينوير. اودخل على اليوتيوب برضو. البشواندس عمر طبعا يبعت اللينك بقى بتاع اليوتيوب بتاعنا. اوه البشواندس محمود ومحتاج. اللي عايز هيداقي فيه حاجات كتيرة جدا واحنا هنكمل هنبروشيد دي النقطة التانية اللي بعد 4-5 سنين انت لازم تعرف يعني ايه مانجمنت ولازم تعرف يعني ايه مانجر عشان دي بتكمل زي ما قلنا الترينيج عبارة عن الفارق ما بين المطلوب واللي عندك فانت عندك التكنيكالي عالي جدا خلاص اللي هو الشغل في الموقع لسه مانجملك لسه انت بقى عايز تمرج 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 تاربع حاجات الـ full-time دي ما قلنا المنبول والماتيماتيرا والمشينة والمماني فانت تعرفهم هتعرفه إن شاء الله في كده اقادي واحدة نمرة ثلاثة بقى و دي اخطارهم اللي قال الـ continuous improvement انو حد يغطر بعلمه ولا بماله ولا بمركزه ولا بأي حاجة الغرور هو القاتل القاتل لأي 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 يعني بسم الله الرحمن الرحيم الغرور هو القاتل الحقيقي لأي إنسان يعني أنت مثلا إن شاء الله إن شاء الله بني عبدالك خلال سنة سنتين اكتسبت بقى الخبرات بتاعت الفروجك المعنش باديقة تدير مشروعات ما تعتقدش إن أنت وصلت لأ لازم تظل إن أنت تعرف إن الدنيا اختلفت زي ما بقولوك العشرين سنة الأخرين دول مش عادة لكم كل يوم بيطلح حاجات دي هنا في البروجيك المعنشمت في الكواليتي المعنشمت في الدوكمنت المعنشمت وفي كل حاجة ودي حجمان برضو من لقاءتنا اللي جاء إن شاء الله فالثالث نقطة قلنا عليها ومبسطها برضو أول حاجة الإنجليش عشان تقدر تلاجع وتقرأ غالبية الحاجات ما بلاش نفيش حاجة بالعربي لكن الإنجليش هيفتحك مجالات تدير جدا لانت تدرس بحاجات تدير الحاجة الثانية إنك بعد أربع خمس سنين ستمتدرس مانجمت وإن شاء الله الكلام اللي بنقوله ده كافي جدا نقترج عن مانجمت ومش بالمهندسين بس لكل حد يعني ممكن تدعو أي حد يعني أنا أولادي محاسبين بشعرهم كلام بقولهم الكلام ده النمر الثالثة الـ Continuous Improvement إن أنت تتظل تتطور في نفسك وتظل إن أنت تبحث وإن أنت تقرأ وتطول حياتك طول ما أنت ربين إن شاء الله ربين أنديك الصحة وكون طول عام إن شاء الله أرجو نرد يكون كافي ولا في حاجة تفصار ثاني تمام كده بشماندس بشماندس زكي أي بشانس طريبا كده في مشكلة عند البشماند الزكي فالمايك عنده مش راضي يتفكح أنا بعتلي رسالة إن هو يبعت رسالة على الشات اه طيب طيب في على الشات أنا مش عارف الشات مش بين عندي دي يعني مش عارف طيب أوكي عليو السلام عليك يا شو ماندس حاليك سامية حليل اه سلام كده تمام كده تمام سلام عليك يا فنم أنا بشكرك بشماندس حسين على هذه المحاضرة قيمة جدا يعني يا حضرك استفاد جمانة كتير اه زكي ما حضرك المحاضرات الزكي ما حضرتك اهلا بيك اهلا وسلام بحالك يا فنم كزاك الله كل خير عنا إن شاء الله يا فنم بإذن الله بس حالك فيه توضيح وحب حالك مثلا تأكد لي على العلومة ديانة فيه زميل سأل على الكمميشنج ايه يعني أنا ميباكراوند إن التسلينج والكمميشنج دي مرحلة مقبل التسليم لكن بعد التسليم والتكينج أوبر بباب فيه دفت الابلتي بيريدي مثلا ربعمائة يوم أو تلتونية يوم وحسب ما درسك في العاقد نفسه يعني ايه ايه خلي بالك التسليم والكمميشنج دي تعتمد على نوعية المشروع يعني انت لو انت في مجال البترول له مدة معينة له مثلا ستة شهر وبيبقى مهندس متخص في الكمميشنج اللي بتكلم الكريمة على الموضوع بشكل عام لو انت بتعمل فندق عايزت لك مثلا شهرين شوفت اوبنينج التسليم والكمميشنج يعني احنا التعريف التسليم والكمميشنج دي ايه ان انت بتعمل تسليم لكل عنصر على حدة عملت التسليم على مثلا التكييفات والشيلة وانتو جامعة مول الاخرى عملت التسليم على الكهرباء واستخدمت مثلا ممكن تسيبه الموضوع بتاعك موضوع بالفول بتاعه لمدة يومين ثلاثة لو حصل فيه مشكلة ولا حصل اي حاجة عملت التسليم على الاجهزة اللي هي الاجهزة اللي موجودة جوه من اولا الاخرنا التسليم والكمميشنج يعتمد على طبيعة ونوعية المشروع اللي عندك خلاص هو فعلا ايه هو مع الانيشال ما انا متفق تماما بس ده يعني انا بتأكد تماما ان كل السيستم كلها وقبل ما عملها او تمام كده وبعد تبقى للعقد يبقى المقاون ملتزم بيه انه بيحصل في اي مشكلة فيه هو او تست باهم او تست باهم الفاصيلة المارجر الفاصيلة المارجر الله يفتعي فانت بتعمل التسليم الأولاني الخالص ده الحاجات التكنيكال با بتعمل اي اسات بتاعتك بتعمل كل الحاجات بتاعتك من هون الاخيرة وبتسيب المبنى بتاعك او الفاصيلة بتاعتك انه هو يشغلها لمدة معينة المدة دي تبتدي بسوفت اوبننج او انت بتعمل حاجة خدمية بيكمل معك بقى السباقية السنة بيشتغل عادي لو ظهر اي حاجة في سيستم من الاستخدام لازم ده بيقع جوه يعني سنة الضمان دي سنة تسنة مستمرة فاهمني حضرتك يعني التسنينج ان كوميشنينج ده هو الاجراءات الاولانية اللي هي بتبقى مع التصميم اللي بتلاعي تمام؟ بتصل في النهاية ان انت ضمانت التسنينج ان كوميشنينج بتاعك مثل بنسبة مثل خمس سابين في المية ولا حال ومشكل العيوب بتبان لك في الفترة دي صح؟ تمام تمام فلما هتشتغل انت بقى تكمل بقية السنة هيبان لك بقى كل حاجة زي ما هي بالضبط زي ما هي اللي اتعملت وحشاك انت بتاعمل تسليم نهائي في اخر سنة الدمان اللي هي بقى تبقى تبقى ان كل حاجة ايه كومي اوكي تمام طب حضرتك برضه في سؤال تاني بعد حضرتك وحضرتك في مرحلة الدزاين ان ممكن ندخل تبقى يعني ايه يعني عايز بس يعني قطوط الرئاسية التالية من Value Engineering و Cost Saving Value Engineering ايه Value Engineering Value Engineering وال Cost Saving يعني تقليل التكاليف خلي بقى ده موضوع تاني Value Engineering مش cutting cost خلي بقى Value Engineering ده انت بتحافظ على ال Function بتاعت اي مش او اي مبنى اي مشروع خلاص Value Engineering بيدرس ال Function بخليه ال Function زي ما هي يدرس بقى ايه عملية ان انت توصل لل Optimization بالنسبة لل Cost بالنسبة لل Design وخبال حضرتك يعني هقولك مثال بسيط جدا انا ممكن اكون عامل مبنى وموجيهه مثلا نحت الشرق مثلا لو انا في اريا كبيرة ومبنى عندي Open من ال 4K لو انا احواجهه نحت الشرق هتلاقي الشمس ضربة فيه طول النهار مدة كبيرة جدا تخلي التكييف بتاعه مثلا استهلاك بتاعه في التكييف بقى عالي جدا لا ابقى انا اعمل ايه لو المبنى ده اتحول مثلا الوجهة بتاعته او الشبابيه بتاعته نحت الشمال امكلمك على حتة صغيرة يعني خلاص هتلاقي ايه التهوية هتبقى التهوية طبيعية هتلاقي التكييف بتاعه نزل للربع للخمس الى هكذا يعني الفنشن بتاعته المبنى بتفضل كما هي بس لو انا بغير سواء في الديزاين او سواء في تغيير ماتيريال يعني انت ممكن تيجي في ماتيريال معينة تبقى انت حطت ماتيريال مثلا تكون حطت مثلا مثلا ماتيريال غالية في حتة معينة ستون مثلا ستون او حاجة او حاجة كثة تمام اه يعني القصد ان هي ايه الـ Value Engineering ما هواش cutting cost تفهم قصدي؟ ده برضو حنشوف يعني اما يعني انا حضرت Value Engineering sessions كتير قوي ولو انا جاهز انا شخص بعتقد برضو لو حد متخصر وعايز يقدم معانا حاجة most welcome لان انا ما بتكلم كـ Value Engineering او بتكلم او بتكلم في اي حاجة انا بتكلم من الخبرات اللي احنا مارشناها وعارفينها كـ Project Manager او كـ Program Manager او كـ Portfolio Management احنا عدينا على ده كله وفاصيلة management برضو يعني كل ده من فضل الله عدينا عليه فانا بدي الخبرات وبدي الـ knowledge اللي يساعدك انك يعني ايه تاخد هذا الكلام بدل ما تعد عليه مثلا 20-30 سنة انت بتاخده ان شاء الله بنا ربنا قدارنا وننجح ان احنا نوصل على هذا الكلام فالباليو انجنيريين لا تقوم بسيط وده لا بروسس وجميل جدا وبسيط ما هوش مش 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 بس هو موضوع هام جدا ومتخصص جدا وعظيم يعني حقيقة شكرا مش موهندس على السيد واجزاك الله عنا كنوا خيرا مش موهندس وياكم وياكم شكرا السلام عليكم بتبسيط شديد بس هو كل الموضوعات هام اللي اتكلم فيها يعني احنا نتكلم على الـ لغاية الـ خلاص بس هو لو عايز اتخصص في الـ لازم يدخل بقى في الدرسات المتعمقة اكثر من اللي احنا هنكلم عليه يعني احنا عشان بس نعرف السياقة اللي احنا مشتغل فيه عشان ما حانتش ايه يعني ايه يعني احنا محناش انت كـ منجر متخصص في ادارة المشروعات خلاص عشان تبقى مخاصف في ادارة المشروعات بتبقى عارف الكلام ده كوني اقول الاخره ومريت عليه وتعلمته وقريته ودرسته ومارسته انه ممتاش متخصص فيه احنا هنتكلم ان شاء الله فيه سيشن هيبقى على الـ ده رادي وجاهز وكل حاجة بيتابعنا واعتقد فيه فيه فيديو على اليوتيوب عندي على الـ بس اعتقد على اليوتيوب القديم اعتقد على القناة القديمة على القناة الجديدة لسه تشانج مارت ما هتبتش عليها هيبقى موجود معانا في اللقاء التي تعيدنا دي بس ما هواش متخصص يعني مش هيخش فيه بقى حتدخل بقى حتدخل بقى حتقد شهادت اقوله شهادتين وثلاث شهادات واربعة وعندي انا الـ بس اعتني ايه يعني انا بتدعي ان انا project manager او program manager او facility manager ان انا بحاول انقله الملعنا والابنائنا والاحفادنا وكل اللي بيسمعنا project management management انما لو انت عايز تتعمق في change management ان شاء الله قريب ان شاء الله هنتكلم عن change management من موجة نظر ادارة المشروعات او ادارة الـ program وانت بقى عايزت تتعمق ready ممكن انا الاقي حاجات تتعمق ممكن ادهال وقت ساعتني بس ان شاء الله سيكون فيه مغود الـ بسيطة جدا وبسيطة جدا ورائعة نعم يا دكتور بيكون الرد يكون في سؤال تاني على الـ chat بيقول هو طبيعي احس ان الموضوع كبير جدا في البداية كده مع العلم اني حديث تخرج طبعا يعني انت ما ببقى حديث تخرج يبقى الواحد متوقع انه هو اللي درس بكلها حالقيه في الموضع يعني انت لو رزيت الموضع النهاردة وبتعمل اي حاجة حتى التنفيذ نفسه هيبقى فيه 3000 عن اللي انت درسك انما انا بكى حانا بتكلم يعني ايه مش اختلاف بعيد لا يعني فيه فرقات انما هو طبعا ما فيش حاجة احساس ان الموضوع كبير ده احساس اه موجب احساس positive كويس انه حصل ليه يعني ده دليل انه هو فاهم يعني المهندس اللي بقولك كده وقولك انا بتخرج وحصل موضوع كبير قوي ده مهندس كويس ليه عايز يطور دفسه عايز التعلم اي ريكماند برضه انه يكمل معانا ونفضل مع بعض ان شاء الله اذا العربين احيانا وبنكمل حيحس واحدة واحدة ان الدنيا من أسهل ما يكون وفيه مهندسين يعني بدعوا معانا من شهرين ثلاثة ومعانا هنا المرات يعني غير اللي معانا قبل كده في سعودية او في مصر او في الامارات او ايها ان شاء الله يعني حتى يدينا بسيطة فصلا احنا مش واخدين الموضوع انا اسف يعني مش مش انتشن يعني احاس ان انا عايش في وسط اخواتي وابنائي واسرتي يعني مش واخد الموضوع بتنشنة او باي حاجة كل حاجة تبقى بسيطة وريدي لاي تساؤلات وريدي لاي استفسارات واي وقت يعني تحت امرك سواء كده او على الخاص واي حد ما يتحركش من اي حاجة برضو زي ما بقول برضو برشانس عمر ايميل بتاعي ياخد حالتك برشانس عمر برضا لو عايز يعمل مجموعة عايز يعمل واتس اوب ونرد على اسئلة معانيش مشكلة برشانس عمر ده المدير الكتبير بتاعنا والشوكل اللي اللي سم له طبعا على اللقاءات اللي ان شاء الله تكون مصمرة وتكون جميلة وتقول له اسئلة ان شاء الله على مستوى العالم في سؤال ثاني بيقول انا مصمم ديكور وعندي شركتي وانا بدير وبصمم في نفس الوقت بس اهتمامي بالتصميم اكتر هل الافضل اجيب حد يدير وانا اركز في التصميم ولا اركز في الادارة اه هل انت الشغل يكبر معك لأي ضرورة هل انت دلوقتي انت دلوقتي عندك طائم يعني انت بقى معك مثلا عشرة مهندسين او مثلا بيصمموا لك يشتغل معك هل انت عندك اختيم ولا انت لسه بتشتغل الاندبندنت على اجراعك هيدي النقطة يعني انا عشان يعني اسمي ادير يبقى انا البيزنس بتاعي يكبر بالدرجة ان انا ان انا محتاج بقى ايه ان انا افهم يعني ادارة ان انا حشغل ناس حساس من الفلوس هستطبط بجداول زمنية انه لو انت اشتغل الاندبندنت لوحدك اه اتعلم الادارة وحتى برضو لو انت جبت احد دلوقتي لو انت البيزنس بتاعك كبر وانت جبت احد يدير المكان انت لازم تدرس يعني انت لو مدرسش ادارة دلوقتي الدنيا مش هتطور كما ينبغي يعني انت في يوم من الايام هتبقى عندك مكتب كبير بتاع زين مش تدقى مش ده الحلم انت بتحلمه ولا انت عايش ان انت تبقى لا يهتبقى عندك مثلا اه تكنيكا البس وانت فكر لا يعيب خلي بالك يعني لا يعيب حد انه هو يقول لا انا مهندس انشائي بس وحظر في مهندس انشائي انا مش هدخل في الادارة بس هي مهمة انه هو اعرف برده يعني زي ما اتكلمنا هنقول انا ده الست في البيت بتدير الطفل بيدير الطير نفسه بيدير يعني الادارة دي في دمنا فاذا حسيت ان انت بقى عندك مثلا البروداق عندك ناس بلوقتي بتديرهم يجب ان تتعرف يعني ايه دي بادارة عندك مثلا دخل او 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 ادارة مالية بتاخد مثلا مقدمات ومستخلصات وحاجة دي من الاخرها لازم تتعرف يعني ادارة مالية عندك ماتيريال بسا انت مزموط موك Жيل يعني انت هاتين أنفاقه برضو كمهندس بتصمم عندك ماتيريال هrost تستعمل حديرها اللى هو المهندسين بس بس بسعالوا معاك او حتى لو انت فتح مكتب وعندك عمال اى مكانלين عندك الماتيريالى مثلا الكوسينجات ليصلا الملوطر عندك اى حاجة مثلا هي عندك الماتيريال اللي هي اللي تستخدمها سواء بتعمل المكتبات بتعمل موديلز بتعمل اي حاجة وعندك الماني فجي ده تريند طبيعي فانت اللي تقرر عايز تبدأ طول عمرك في التكنيكل وتبقى خلاص تبقى مهندس بتاع ديكور مشهور وبس خلاص إنه ما عايش توصل معنا انت تبقى عندك مكتب ديكوريشن او مكتب معمالي كبير لازم بتعلم ده لازم لازم وإلا يعني ايه احنا بنعملك يعني ملخص الموضوع بنديلك يعني رؤية مستقبلية ديك يعني انت لو قاعدت مسلا او انت صغير كده او انت شباب يعني مش صغير او انت شباب مهتملش ازاي تدير او ازاي تعملش ازاي تعملش ازاي تعملش وانه ما هتقبر شوية يعني كل ما هتقبر هتلاقي الموضوع او مش سهل او يعني مش مش سهل هو سهل سهل في اي سن في اي سن مسهل لكن هتلاقي ان انت لو لو هتقعي مكتبك هتلاقي نفسك مشتخسر تدي وقت انك تتعلم ده لعن انك مثلا تنتج حاجة هتجيب لك فلوس كبيرة يعني انه لو تعلم ده لعنى ده لوقتي هتلاقي نفسك ماشي normal وتقبر normal والحاجة هتشي معك سليل ارجو ان الراف دي يكون يعني ايه وانا اسف ان انا بطول على الفكرة في الردود بس انا انا يعني كلنا عدينا على المراحل دي فبنحب ان انا بنختصر لزملائنا والابنائنا واحفادنا برضو يعني احنا المواضيع تبقى يعني ايه looking for the future يعني في سؤال ثاني بيقول تنصح حضرتك نكمل في ايه في الدورات الاحترافية بعد الفصول على شهادة البي ام بي والار ام بي يعني اخذ الريسك مارجمانت كمان يعني اخذ الريسك مارجمانت اه عايز يكمل بعد كده ياخد ايه بعد كده اه يحضر معانا انا 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 حقيقي انا مش هي انا اخلي بالكم اه كلام ده كله اه مفيش اي مقابل المادي خلاله انا بس انا علي دور لان عايزك تفهم حاجة يا مش ماندس الوزنة للسؤال ده اه البي ام بي دي ميتودولوجي ما بتقولش ان انت مدير مشروع بتقول ان انت ذكرت التين ميتودولوج اريا وده ان شاء الله هنتكلم عليه بس باللقاء الجاي ومن حد يجي ان شاء الله ربنا احيانا وعندك البي ستودي مثل دولوجي وبتفوق البي ام بي في حاجات معينة اه في مثل دولوجي تانية اسمها عندي المثيرة بتاعتها دي طلع قريب مش قريب يعني بقالها تلات ربع سنين فدي مثل دولوجيس كله عشان تبقى اسمك project manager في international project manager association ودي موجودة في مصر ودي يعني ايه محتاجة خبرة ومحتاجة وقت ومحتاجة cost عالي نخلي بالنا يعني عشان تطول تعمل الاخريديتيش وكاننا كله cost عالي فخلينا بس يعني اللي عاوز فعلا ان يجيس يبقى project manager يحضر معانا شوية ويبقى قولي رأيه بقى في الاخر ان شاء الله هو انا واصف انا واصف انا مش بكلم من كلام ده عن يعني اتلم عن تجربة هيعرف حاجة طير جدا وحيتعلم حاجة طير جدا وكل اللي احنا بندي ده ريفيرنج لـ key performance indicators بتاعة project management او project manager زي ما هنبينها ان شاء الله اللقاء اللي جاي يعني كل دي مكونات يعني كل اللي حطيناه هتلاقي مثلا حطين مثلا 28 29 presentation حوالي 32 presentation ان شاء الله هنزود عليهم يعني بإذن الله تعالي فدي الحاجات اللي هي بتحتاجة ك project manager ال PMP جميلة جدا اتعلمت ال knowledge area كويس قوي والريسك معاجمة ممتاز والريسك معاجم دولي بقى يعني بقى موضوع اهم جدا جدا ودخل في كل حاجة يعني مش دخلش في PMP بس دخل PMP ودخل في ISO ودخل في ال operation دخل في كل حاجة فدي حاجة كويسة وده غيرين ان انت يعني بتفهم يعني ان انت اخذت P&P وخذت وراء ريسك مارجمنت كمل معنا وان شاء الله هتتبسط هتحس ان احنا نحن بكلمك بصدق ما حدش مش ليك كمل معنا وفي الاخر احدد انت وقل عايزت تخصص في الريسك مارجمنت كم في ريسك مارجمنت عايزت تخصص في البروجيك مارجمنت في حاجة تكتير جدا تدرسها وتمارسها وتمارسها هي مش خصة الشهادات بخصة اريات الشهادات كتير لك ان انت تمارس تمارس بطريقة و تمسك اتفقنا تمسك العلم بايد وتمسك ايه براكسس بالايد التاني وده حيبان ان شاء الله في اللقاءنا الي قادم ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله بزن الله تعالى ارجو ان الرد يكون كافي وواضح تمام ايش مهندس تمام يعني كده واضح يعني اتكلم يعني ان شاء الله لا اتفقنا طب اتشيك يا حبيب تحضر تمام فيه فيه سؤال تاني بيقول انا لو هدرس ادارة و انا مهندس هرتب مخي ازاي ايه الكورسات ولا هدرس ايه بعد ايه يعني هو عاوز الترتيب بس ما انا بقول حضرتك اصبر معانا شوي احنا لا هنكلفك حاجة مش هنكلفها اكثر طبعا الوقت غالي اه وناس بتعتقد ان هي اه اه يعني احنا بنتكلم كلام عن تحيطك احنا بنين اه اه معلومات وخبرات دورة مشاريع عملية خلاص اللي عايز يعرف اهلا بيه اهلا بيه ونسعد بيه جدا وطبعا ده سؤال جميل جدا سؤال جميل جدا برضو خلي بالك ان هو الاحساس ان هو عايز يعرف ويتعلم حكاك جديدا فدي اللي بنقول عليه يعني بقولك انا علشان امشي في التريند بتاع بس اما قدرش اقولك افتح كتاب مثلا هارد كارسنر وزاك ده كتاب فيه الف ومش صفحة تعريبا هو انجليش اتشال ما قلت عزاي انا بانصح اللي عاوز يوصل ان هو زير مشروف انا خليه معانا يصبر علينا الوقت بتاعتنا دي وبقدر ما يقدر وبقدر ما يستطيع ملقاش وقت انه يحضرها يدخل على اليوتيوب يحضرها يشوفها يسمعها عادي يسمعها تاني اهم موجودة برضو حاول تبص وتعرف وهتلاقيه الأمور ابصل بكتير جدا وما كنت التتخيل اه فمنفيش حاجة اسمها اقول ايه اه ادرس ايه ايه اخدش هادات ايه لا امت عايشت حتى بتبقى project manager عندك زي ما قلنا البرجانة عبارة عن ايه planning. organizing. وليدين وكنترول الأربعة الوصول اللي هما ايه من باور ماتيريال ماشيناري وماني كيف تقدر تعمل الأربعة فانكشنزين للأربعة حاجات دول ايه دي الإضافة هتوصل الكلام ده كله يعني انت ممكن يعني لو انت بسيلا مشكلة الكلام ده برضو مش 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 يعني يعني فيه شركات أجنبية كتير اعتقد فيها تريني وفيه حاجات كده او فيه شركات مصرية فيها تريني وفيها سكوئسين اوي بس بقول لك تابعنا انا بقول له يعني تابعنا ان شاء الله واحنا مش عايزين مننا غير انك تخصص الوقت وتحضر وتسأل وأيام رايزي لأي حد لأي وقت ارجو من الرد يكون يعني ايه سبيسيفيك يعني او يعني يعني تمام واضحة بش مانا على الفكرة محدش يخجل من ان احنا ام يعني يعني اذا كلام ما اصلش لا يعيب حد هنكون لنا يعني سعاد من الابعاعدين نعرف ايه يعني اكتر او او تساؤل او تساؤل عندنا يعني تمام وفيش حال يعني يعني اهنا نهتحت أمركو يعني تمام فيه سؤال تاني بيقول للأسف إلى الآن لم نصل لإقناع المالك سواء كان أفراد أو جهات حكومية أنه ينبغي تعيين مدير مشروع بدءا من مرحلة دراسة الجدوى حتى استلام المشروع وتشغيله متى نصل لهذه النقطة نصل لما المالك يبقى عالك كويس قوي أن من غير إدارة مشروعه مش حينجح قسم كلمة المشروعه مش حينجح أنه مش حيتم لا حيتم بس الكواليتي بتاعته مش حتبقى لو جاب مدير مشروع أو الكوست بتاعه حيبقى أعلى أنه هو معتقده مهما أعتقد أنه هو هوفر معتقد أنه وجاب مقابلين باطن بنفسه ويشتغل ولا بالكواليتي والتايم بتاعه همه ما حتخلصه في معايقه ده الناس بتجيب PMO وبتشغلها ولو دخلت و شغلها ممكن المشروع بتاعه ما يبقاش عنده كل سنة وقد بحث غزايا فده ده مشكلة عامة جدا وده برضه ده إنسان ذاكي اللي تقوله كلام ده لأنه ده مشكلة مشكلة كبيرة بأن أما يبقى المالك ما عندهش استعداد لأنه هو اللي يصلح على الوضيب خبير يعني ما يعني الناس فاكرة يعني الإدارة دي يعني أنا أعتقد بشتغل بسأل 20-30 سنة إن أنا بقيت مثلا شاطر وبقيت موديبرة لما كناش وصلنا للحالة العامة اللي احنا عايشينها طبعا أنا مش بشتكي من حاجة بس يعني إيه الإدارة موضوع هم جدا لأي حاجة لأي حاجة للستة في بيتها مفتاجة لأستعلم الإدارة فهو سألك جميل والحقيقة وحقيقة حقيقة في ناس كتب جدا بترفض أنت بتتكلم على روحك كمان صحيح بعمل عادي يعني أنت في أصحاب شركات من أولاد بترفض أصلا أنا بتتكلمها على الإدارة كيسس من دي كتير قوي وفيه كيسس إن شاء الله هنعرضها هنعرضها بإذن الله يعني يعني شركة كانت بتقعة وخلصت وعملناها بتاعها وعملناها الدرسات بتاعها بلهم وخلصة وبرضو صمموا إنهم ما يمشوا في لفس الاتجاه وللأسف برضو شركة وقعت منهم لأنهم مرفضوا يسمعوا بكلامة فننشغ الله مصر يبقى ده أول مرة هعمله من ضمن اللقاءات دي شركة وشركة كبيرة واسم كبير بس مش هجيب أسماء حد ولا هجيب حاجة خلاص إن الجرفة المعجمة هو حر وهقولكو على الحاجة ده مش سر يعني أنا في خيال حياتي شفت كيانات كبيرة جدا 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 مش هكلم على دول أنا ماليش في السياسة هكلم على شركات كبيرة جدا جدا ووقعت وانتهت من الدنيا بحالة منهم وقعت وقعت تحرير حياتنا كلها فيعني اللي مش هلتزم بنهج إداري وحرقتنع إن إن لازم يتعلم إطاره ويدير صح ينسى إنه هو هتقدم ينسى يعني لازم يبقى في نهاية لأن دورت حتى حتى الفاسيليتي الفاسيليتي يعني 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 الفاسيليتي ماذا يعني نخلي بالنا مثلا بيبقى إيه عامل أكيد يعني اللي هو البلشيب البلشيب ده بيحدد عمر أي حدا فأنت لو عند الطب بتاع العمر بتاع الفاسيليتي أو البروجيكت لو أنا ما استبادتش صلح وأطلح حسيني بنهج حتى أنا حتى أخرص صح أنا غلطان يعني لو يعني إن أنا لازم أكون واعي ونازم أكون فاهمي أن الإجارة دي دي مش حاجة جديدة وعاية ستطمنكم طيب هتطول عليكم كده هتطول عليكم خلي كالندر المنصر للكواليتي يعني أمريكا قرشت واحد من أكبر علماء في الخمسينات هنتكلم عليه بعد كده الراجل ده بعثول يابان في اليابان كان عنده يعني حوالي حاجة واربعين سنة دامنك خلاص الجمال خلق أعدو عندهم اشتغل معاهم من سنة الخمسين لغة سنة الثمانين بقى عنده ثمانين سنة فحديث تليفزيوني قال ما ده من يابان قدرت بقى أمريكا أمريكا اللي هشافينا يعني هي المصب بتاعة العالم كلها مشت واحد من عندها عشان قال هتكلم ألا بالتفصيل في الكوانات فاللي بيرفض خلاص هو حر اللي هو حر إذا كانت مؤسسة وبترفض هتوقع إذا كانت دولة وبترفض إذا كان بيت وبيرفض هتوقع لأن الله غنى عند الإظهار اللي عارفين الموضوع كويس برضو ماش متعمق في الدين يعني أي نبي كان له خطط سيدنا موسى تحرك من مثلا من مصر وطلع برا ورجع تاني بخطة سيدنا عيسة عليه السلام طلع من مصر من فلسطين ولدت وجاء مصر بخطة يعني كل حاجة في الدينة تم عمل لها خطة أيسا انها تنجح مش عزة كان في السياسة ولا حا كان في الحروب ولا احنا كنا صباط في 73 وعارفين نجاح بيجي ازاي والفشل بيجي ازاي فاللي مش هيقتنع بإدارة التغيير واللي مش هيقتنع بالإدارة عموما كان زنبو على جنبو وكنا نحن شونا بعينينا بدون مبالغة وكينات كبيرة جدا وفي العالم العربي وفي العالم الغربي مش في العالم العربي بس مش في مصر بس فزنبو على جنبو يعني فمتعذبش حالك اللي تلاقيه كده يعني أصبر عليه يعني أسف انها بطول والله بستقصلي الواحد يعني انتوا انتوا ما شاء الله عليكم لأسئلتكو يعني يعني الحقيقة جميلة جدا وبتفتح النفس للكلام هشوف بقى عبر شانسو عمر التدير زي ما انت عايز وانا سيحتاجه بس وارجون الرد برضو يكون برضو كافي برضو لزامنا واخونا لسائل السؤال اه بش ماند سهلتك بيتوصل معلومة مظبوط جدا يعني حتراك بيتش فرح شعار حوافي نعم نعم في سؤال ثاني في الشات بيقول هل الشهادات الدولية مهمة لكي أصبح مدير مشروع اه لا طبعا لأن للأسف الكبير النموظم الشهادات ما بتاخدش فيها درس مشاريع انت بتاخد نستوذولوجي يعني البي ام بي نستوذولوجي من نستوذولوجي جميلة جدا لكن انت ما تقدرش تشتغل بها في اي حد يعني انت تعلمت ادارة بشكل معين تسرع بين بروسيدور بتاعتك وتنا هتكلم عن المرة الجاية عشان تبقى مدير مشروع لازم اساسا تشتغل مع مدير مشروع ناس ادارة او لو بتشتغل مع مدير مشروع انت بدأت تدخل وتتعلم وتقرأ وتطبق وانت بتشتغل يعني اللي انت بتتعلمه بتشتغله يعني ده اللي انا بارغوه بخلوه من زملائنا وابنائنا اللي حنشوفه هنا خلينا نطبق واحدة واحدة وما نزعاش لما حد يقول لنا ايه لما نتهاجم او نقول لك انت بتاخد ايه لكن انت ممكن تاخد شهرات كتير جدا جدا ومتفرقة جدا انما انت ما بقتش نجيل مشروع انا قاسف يعني بقول كده يعني انت عندك هنتكلم بعد كده هنتكلم عن المشروع انت عندك المشروع فيه عندك تكنيكا الافيس وبعدين عندك ال هنتكلم عليه برضو عندك ال والكواليتي عندك المخازن عندك ال يعني عندك حاجات كتيرة جدا في مشروعك او كلمة على المشروع اه اه هتقدر بعد كده اه ان شاء الله نخلص ونحاول نوصل اللي عندنا اه ممكن نوصل انك تروح تروح بقى ال IPMA تاخد بقى الدورات اللي هي بتاعتها و تبقى تدخل بقى بشكل او الشهادة اللي متكلم عليها دي ان شاء الله طب هنا قطرنا ونحن نشوف الناس صحابها ونشوف فممكن نحن نجدهم هنا لان دول يعني بس لسه 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 ادرسها بس اقوله مدرسها كويسة اما اخشها بخش فيها فرعات انما مش صرفت قبلا انك تاخد بيت شهادة لان اذا ما تاخد شهادات للأسف هتبقى معتقد ان انت انت صرفت انت الشهادة مش ببنائش انت بتصرف فيها وقت بتصرف فيها فلوس فانت متوقع ان انت حط ايه حط ايه حاجات مباشرة فده اللي بيزعى الناس كتير جدا لان انا جت فترة كان على الفيسبوك او الناس كتير جدا جمال شباب فلها 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 الحقيقة فلها هو اخش هالات مش عارف خد في الريزك وخد في ايه هو ايه و ايه يجيل ايه يقول ايه ايه يقول انا مما حصليش اي مربوع للكلام ده يعني الكلام ده كله حيبان تأثيره بقى لما تاخد تطبقه او يسمح لك في مكان يبقى مستعد يعني عالش انا اسف انا اقول الكلام ده زمان قوي في شبابنا بنبقى يعني عندنا انهم اتساس بالنفس شوية ما ادخل الشركة مثلا طالبة موظفين يعني اسأل الشركة هل انتوا عندكم استعداد انكم تتحسنوا هل عندكم استعداد انهم تزبطوا النظام بتاعكم لا سلام عليكم ما حضرش الانترديو كان عواجان شوية انا اسف يعني بقول كده يعني فترة الشباب اللي اللي واحد كان يعني ايه يعني 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 بس انا يعني انا بنصح برضو ان اي حد ناخدنا نكمل مع بعض اصبروا علينا لشوية اللقاءات اللي هنعملها هتلاقي فرق جدا ما بين معلوماتك اللي احنا نتعرفها من عرضة وده مش قص الله انا وحادي يعتقد ان ده في غرور ولا في حالة احنا بنقولش حاجة يعني غير الـ practice ومصطبطة بأن احنا متماسكين حنفدر نقرأ ونفهم ونتعلم ونتفهم ونتعلم بس وشطا من كده يارب يقدرنا ويحضر نقل لكل هذا الكلام بكل ولادنا وكل زمائلنا وكل أساسيتنا اللي يحتروا معنا أرجو ان الرات يكون يعني يعني مش طويل ايه ماشي سامحوني انا رضون دي طويلة شوية بس يعني 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 تحت أمركو يعني تحت أمركو تمام مش مانس فيه ده آخر سؤال بقى خلاص كده يعني ده آخر سؤال في الأسئلة كلها في سؤال بيقول في عندي بحث وبريزنتيشن عن الإدارة ممكن تعطينا تجربة أو مثال ناجح ممكن أستفيد منه بموضوع الإدارة بحيث أتعمق في هذه التجربة سأقول لحضررك حاجة بسوطة أمركو حضرتك اليوتيوب الذي قمناه قريب في حوالي 24 فيديو الغد ده بقتي خلاص يعني مش هزيد على 24 ساعة يعني اقل 20 ساعة انا بنصح اي حد يدخل عليه ويبص عليه وبرضو انا مريدي ايميلي لو عايز اي حاجة التليفوناتي برضو لو عايز اي حاجة انا welcome وده اللي انه بيقول الحضراء دولتي هو برضو جاء في النقطة و STRG الا قل حاجة obstate اي يعملت اي في مصر او فا اي حتى payed مش payed يعني انا برضوイحنا INNA لازم هيختار نقطة بس يكون نحضر بقى معانا كل ده مو تم Depois والبادي الوانجودج والتيم بيلدينج والبرزنتيشن هتضيق البرزنتيشن كل ده موجود موجود واعتقد موجود اجزاء منه كتيره في اليوتيوب عندنا وهتلاقي كتير قوي بس انا بقول اليوتيوب عندنا اللي مش دعاية لان انا بنكلم بحاجة مبسطة ومحددة وفي مجال معين اللي هو البرزنتيشن يعني فخش عليها اي وقت في اي لقاء او حتى في البرزنتيشن لو عايز على الخاص يعني على اليميل او على الواتساب فتحت امر في اي حاجة اي حاجة اي حاجة بتحت امر segel ابراية موانس ممكن هتبعدك من اللينك بتاع القناة بتاع اليوتيوب لان الموانس اعمر حاليا مش موجود اه الموانس اعمر مش موجود اي انا مش شاطر اوي في النار ماهر ان اخرج والليوتيوب وحفت هنا تاني سهلة سهلة أبعاثه المهاننس عمر لو هو معي احنا هنتوصل معه وناخده مين يعني التعاصل بيه اعتقد هو ممكن يجيوه المهاننس عمر او البشرانس محمود معتلس طيب ثمانية دول اثنين يعني عندهم يعني فول يعني كل حاجة عندهم عايز تخش تخش على الفيديوهات فيه 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 يوتيوب فيه اثنين واحد قديم شوية وواحد جديد معمول بقاله مثلا شهارين ثلاثة وده البشرانس محمود معتازر حقيقة ايمي فيه بدور قوي جدا وماشاء الله عليه يعني فسهلة سهلة احضر معانا مرة تانية برضو كل مهديوه من الاول خالص نقول له ننزل بشكل ام آخر حقا خرام خراما بازن الله لا تحت عمروك تحت عمروك اشتركوا في القناة